الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في البداية يسرني أن أرحب بكم محدثكم محمد جار الله مدير تدريف عمادة تعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد ومشرف على منصة تزامن هذه المنصة التي تقدم لكم كل جديد باستمرار في شتى المواضيع سواء في مجال التقنية في مجال ريالة الأعمال في مجال التصميم في أي مجالات مختلفة حاولنا في الفترة الأخيرة نحن ننوع المجالات ولا نقتصر على الجانب التعليمي والتقني فقط وحببنا أن ندخل بعض المواضيع الجديدة وموضوعنا اليوم من المواضيع الهامة جدا حقيقة وهي تعتبر من الأساسات الآن في رأية المملكة 2030 ونستضيف في هذه الليلة أحد المختصين والخبراء في هذا المجال وهو المهندس سعيد بن خيل اليزيدي قدير عن شركة أسالي بالأعمال والاستشارات وهو متخصص في مجال تقنيم الاستشارات في مجال دارة الأعمال والاستشارات برضو لريادية الأعمال قام بتأسيس مجموعة من الأعمال وهو شخص يعني ما شاء الله تبارك الله أغني عن التعريف موضوعنا اليوم راح يتكلم عن كيف تدير مشروعك بنجاح المهندس سعيد راح يتكلم إن شاء الله معكم في هذه الليلة ونشكر له استجابته للمساهمة معنا في منصة تزامن فألي تفضل مشكورا بتقديم ما لديه والله يعطيك العافية تفضل يا أستاذ محمد السعيد أهلا وسهلا حياك الله أخي محمد الله يحيي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المبيع من الصين سعيد المبيع محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم أولا الشكر لله عز وجل ثم للأخوة الكرام في عمالة التعريم الإلكتروني بتحديد أخي الأستاذ حمد الجار الله على هذا التنسيق وعلى هذه الدعوة وصل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نقدم معكم في هذه الليلة يعني ما يفيد إن شاء الله ويستحقكم إن شاء الله راح أتكلم عن بشكل عام عن إدارة المشاريع وعلاقتها بالمشاريع الريادية ما أدري الصوت واضح هل الصوت واضح نبغى تأكيد بس جميل طيب بسم الله العرض ماذا عن العرض العرض طيب ممتاز بسم الله إذا نستعلم بالله أنا محدثكم بإخوة والخوات سعيد بندخيل اللي يزيدي أنا مهتم في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع حصل على عدة شهادات إحرافية من ضمنها البي ام بي والبرينس تو والآي تيل وإدارة المكاتب إدارة المشاريع البي م او سي وكذلك على شهادات في الجودة في السيكس سيجما بالتحديد أيضا بالإضافة إلى عملي في عملي خاص في إدارة مشاريع في إدارة مشاريع رح نجي إن شاء الله على العرض ونحن نكمله فقط التعريف في البداية طيب فنقول إنه بالإضافة إلى عملي في خلال أساليب الأعمال للإستشارات أيضا أنا أعمل في قطاع الاستشارات مع شركة اسمها شركة تام للخدمات الإدارية شركة تام للخدمات الإدارية تقدم معايير للجودة وبالذات للمنظرات غير الربحية هو القطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة رح نتكلم الليلة بإذن الله عن أهداف الندوة أول شيء رح نقدم مفاهيم عام عن إدارة المشاريع بشكل عام رح نتكلم بشكل عام عن إدارة المشاريع وبالذات بالتحديد عن البي ام بي البي ام بي الأشهر والأكثر سهولة فيها مزايا كثيرة جدا وبالذات في مجتمعنا العربي هي أكثر ممارسة هي معيارها طبعا هو معيار أمريكي عفوا سوف أرجع الشيء المرة ثانية طيب هي معيار أمريكي في إدارة المشاريع رح نتكلم أيضا عن معرفة أورز العقبات اللي تواجه بالذات الريادي في إدارة المشاريع وكيف يواجهها ورح نتكلم عن توصيات عملية لمباراة المشاريع وريادي بسم الله على بركة الله وعليش أقدم هذه الورقة يومنا معكم أقدم هذه الورقة الحقيقة من البداية من خبرة اللي الحمد لله أمتلكها فيها في موضوع إدارة المشاريع عشر سنوات أدرت مشاريع حكومية كبيرة أنا مسميها تقليدية لأنها هي مشاريع إنشاءات كانت أكثر مشاريع إنشاءات وإتصالات أساس تخصصي هو هندسك عربائي ولكن عملت في قطاع الاتصالات بتقليد حوالي عشر سنوات بالإضافة إلى الإنشاءات معنى إنشاء مشاريع إتصالات بعدها بعد عشر سنوات تقريبا من هذه الخبرة انتقلت إلى إدارة نوع كاني وآخر من المشاريع اللي هي الثلاثة مشاريع تقنية اشتغلت عليها تقليبا في الأربع سنوات الماضية وهي تقليبا من إجمال خبرة حوالي عبر عشر سنة عملية الخبرة في القطاع الخيري وغير الربح بالذات لأنني مهتم فيه بشكل جيد من سلتعشر سنة تقليبا من أدرس وجامعة شهادات اعترافية الحمد لله حصلت عليها كثيرا في إدارة المشاريع وقدمت العديد من الدورات والبحوث والمقالات وورش العمل هذه كلها مكنتني من أفهم دور قطاع الأعمال والتحديات اللي واجهون الرياضيين غالبا أن في المجتمع الريادي نحن ديرنا الآن حاضنة لريادة الأعمال حاضنة أعمال تقنية وبالتالي أتقاطع كثيرا من الرياضيين وأعرف مشاكلهم وأعرف اهتماماتهم وبالتالي هذا مكنني الحقيقة من أني يكون عندي تصور بالإضافة إلى المعرفة لضاغة للخبرة أني يكون عندي تصور عن أبرز التحديات والمشاكل اللي واجهون نقدم بالقلال أيضا من خلال أساليب الأعمال دورات تدريبية واستشارات وغضوث للرياضيين بالذات وأيضا للمهتمين من قطاع الأعمال وبالذات للشركات البيتو بي إدارة الشركة متخصصة غالبا لما تتقدم شيء بالاستشارات رح تكتشف فعلا حجم المشاكل وحجم التحديات التي تواجهها على القطاع وحجم التعرف عن قرب الشيء أبرز المشاكل وشيء أبرز الأولويات وشيء المشاكل اللي صعبة لنا تنحل بشكل سريع وشيء المشاكل اللي تتاج لها في دخولات خاصة فهي أشياء كثيرة يعرفنا الواحد لما يدخل عالم الاستشارات طيب لمن هذه الندوة؟ هذه الندوة بالذات للجميع الحقيقة بالذات لبما أننا نحن على منصة تعليم إلكتروني وعلى منصة في وسط تعليمي فهي لشباب الجامعي البحث عن مستقل أفضل اليوم الفرص بمثل ما هي متاحة أيضا هي فرص نوعية الفرص اليوم نحن نتكلم اليوم عن مؤشر بطالة عالية 13% مؤشر بطالة الأشياء هذه فيها فرص فيها فرص كبيرة جدا الآن النوعية والاستحقاقات هي للميزين الاستحقاقات للمثابرين الاستحقاقات لمن يبحث عن المعرفة ويطور نفسه الشركات اليوم وكل يوم لن تجد صاحب القفاءة عاطل لن تجد من يتعب على نفسه ويبدل جهد عاطل سوف يجد فرصة وإذا لم يجد فرصة سوف يصنع فرصة سوف يصنع لنفسه فرصة لأنه هذا اللي نريد عليه الشباب الحقيقة يكونون يدي ويكونون مبادرين مهند السعيد العرض الظاهر أنه حجمه مكبر في الزوم لو تعملها تصغير شوية أو تقفل المشاركة أو تسويها مرة ثانية لو تكرمت مرة ثانية شوية مثلا اعمل الآن فل السكريم طيب كيف كده؟ نفس الشيء؟ الآن ممتاز الآن منتقل الشريحة اللي كنت فيها الآن طيب ممتاز الآن ممتاز الله عطيك العافية الله عافية طيب فنقول هذه الدورة هي للشباب الجامعية بالداتة بحثة المستقبل أفضل وفرص أفضل وأيضا لصاحب المشروع الريادي صاحب المشروع الريادي اللي الآن في اللحظة هذه هو يفكر في مشروع أو لديه مشروع قرر أو ما قرر استثمر أو ما استثمر هذه أيضا الندوة هذه أو اللقاء هذا هو مناسب لهم يعرف ويسأل عن البيئات والعقبات اللي ممكن تواجهه وأيضا الفرص لمن يرغب في دخول مشروع الريادي لمن يفكر الآن وسوف يدير مشروع في المستقبل أو يدير مشروع يعني موضوع ما يكون نحن نتكلم بعد شوي إن شاء الله رح نتكلم أنه ريادة الأعمال اللي الآن الناس عليها ضجة وعليها إعلام وشو رموك بالضرورة أنك تكون ريادي ممكن تكون موظف موظف قفو موظف ناجح مش بالضرورة أنك تكون صاحب بزنس لأن هذه أحيانا أو رياة الأعمال لها جدارات لها مجموعة من الجدارات شيء أشبه بالجينات لا يمكن أن تتغيره فيه ناس يصبحون أنهم يكونوا رياديين وفيه ناس تماما لا يصبحون أنهم يكونوا رياديين وبالتالي يجب أنك تعرف نفسك وتعرف بالضبط ما الذي لديك ما هي الإمكانيات التي وهكى الله عز وجل فيها ما هي الإمكانات التي تريد لديك وبالتالي ربما لديك مهارات أخرى وإمكانيات أخرى مفيدة في جانب ثاني وبالتالي يتوفر وقتك وجهدك وفلوسك واستثماراتك ولا تطور في مغامرات خطيرة بسبب أنك أنت تريد أن تكون ريادي أعمال لأجل أن تكون فقط ريادي وليس لأنك جاهز أن تكون ريادي أعمال وهذه على الفكرة ليست عين وليست منقصة أي رائد أعمال أو أي صاحب بيزنس ترى يحتاج ناس أكبر وأبطال في فريق العمل موظفين قادرين أنهم يحملون المشروع ويزيدون من ربحية وإنتاجيتها مهند السعيد بالنسبة لذكرت أنه الجينات وما جينات في ريادة الأعمال هل هو شرط أنه يكون رائد الأعمال يعني مولود بالفطرة يعني يكون رائد أعمال أو ممكن أنها تكون مقتسبة يعني كمهارات ممكن تكون مسألة جدلية مثلها مثل الشعر يعني مثل الشعر والله هذا فلان يولد شاعر لأنه هو شاعر ولا لأنه تعلم الشعر أو أنه في أكاديمية مثلا للشعر هل تدرب مثلا ويمكن بعدين تصير شاعر ولا أنه لا بالممارسة مثلا ولا أنه لا ما يكون شاعر إلا أن يكون شاعر أحيانا هذا مسألة جدلية في ريادة الأعمال عموما في المجال لكن الرأي اللي أراها أنا أنه الأصل أنها جينات هي يعني خنقول سبعين في المئة ثلاثين في المئة سبعين في المئة هي جدارات لدى الشخص جاهزية قابلية الله سبحانه وتعالى زارعة فيه يعني الإنسان مثلا اللي يكون مثلا على سبيل المثال ما عنده نزعة قيادية نزعة قيادية بمعنى ورح نجع لها إن شاء الله بعد شوية رح نجع نتكلم عن جدارات جدارات رائدة الأعمال لكن بما أنك سألت سيد محمد نتكلم مثلا اللي ما يكون عنده مثلا نزعة قيادية مثلا هذا قالبا يتردد كثيرا والمتردد لا يمكن أن يذهب بعيدا في مجال ريادة الأعمال يجب أن يتسم بالجرعة يجب أن يتسم بالشجاعة يجب أن يتسم بالمبادرة بالذات لأن المبادرة هي التي تصنع التغيير ورائد الأعمال يعرفون بأنه رجل تغيير رجل تغيير بمعنى أنه وضع حالي غير مناسب يحوله إلى وضع مناسب هذا هو التحدي اللي يكون أمام رائد الأعمال ولذلك أنا أرى بأنه العملية هي عملية 70-30% إذا كان أنا أسوي نسبة 70% هي جينات مكتسبة ممكن وجاهزية عند الشخص و30% ممكن تكتسب هل ممكن مثلا ما يطلع ناس مثلا ما كانوا رياديين مثلا ولا فيهم الجينات هذه وبعدين يسيروا رياديين ممكن لكنها حالات شادة ليست حالات مقيسة عليهم طيب راح أتكلم أيضا عن موضوع المشروع تعريف المشروع ما هو المشروع عموما سواء مشروع ريادي أو مشروع عادي طبعا أنا أتكلم أول شيء عن إدارة المشاريع ثم بعدين راح أدخل مباشرة على موضوع ريادي الأعمال المشروع عموما يعرفونه معهد اسمه معهد BMI معهد BMI.org هذا هو المعهد المرجعية الأكبر في إدارة المشاريع بدأت على منهجية الـ BMP الأمريكية يعرفونه بأنه جهد مؤقت لبناء منتج بريد من النوع هم يقولونه أنه هذا جهد أول شيء نأخذها كلمات مستحية نلقى كلمة إيش كلمة جهد بمعنى أنه فيه بذل طاقة وفيه بذل وفيه ناس تشتغل وفيه موارد تخصص موارد وقت موارد مال موارد موارد طاقة لهذا العمل ثم مؤقت بمعنى له بداية وله إيش وله نهاية ما في مشروع يستمر للأبد إذا هو يستمر معناته مش مشروع معناته ممكن نسميه عملية تشغيلية على زي المثال مثلاً المزارة عندها قسم الصيانة والتشغيل وكل يوم تشيك على اللمبات وتشيك على المطافي وتشيك على السباكة وتشيك على كذا هل نقدر نسميه هذا مشروع؟ لا ما نسميه مشروع هذا عملية تشغيلية عادية هو جهد مؤقت معنا له بداية وله نهاية لكن الوزارة هذه مثلاً على سبيل المثال أو مثلاً الجامعة عندكم مثلاً أنت تسوي مبنى المبنى هذا نخصص لمدير مشروع مثلاً نفتتح عمادة عمادة تستانة تحضيرية على سبيل المثال نقول نكلف مدير مشروع بأنه أنت مهمت أن يتبني العمادة حالياً ما في عمادة في أرض فاضي ما في أشي يبغالها مواد يبغالها عمال يبغالها شركات يبغالها قبل يبغالها مدير مشروع هذا تشتبع كل الموارد هذه وتشتغل والله نحط توقيت لهذا العمل يرح يبدأ سنة 2019 رح ينتهج 2020 هذا الشكل البناء منتج فريد من نوعين فريد من نوعين بمعنى المنتج ليس متكرر منتج أو ممكن تكون خدمة ممكن على سبيل المثال يعني أدنى على سبيل المثال كريم كريم ما يقدم يعني منتج ويقدم خدمة للناس يوصل الناس من مكان إلى مكان بناء عن نموذج ربح ويربح إذن هذا هو تعريف تعريف المشروع طيب في شي يسابونه أنا آسف أحيانا بعض الصلادات ستلقونا بالإنجليزي لأنه أحيانا المحتوى العربي ضعيف شوي فهذا لكن إن شاء الله سوف أحفز جمع لكم والعرض أيضا رح يكون متاح عند الإسلام محمد للاستفاقة في شي يسمونه يعني بمعنى مش هي دورة حياة المشروع المشروع ليش يمر أصلا عشان نقول والله حنا البشر الآن نمر مدنا بمرحلة الطفولة ثم الطفولة بعدها مرحلة الشباب بعد الشباب مرحلة الشيخ الكبر يعني هنقول الخمسينات مثلا ليست الشيخ كوفا ثم بعد ذلك مرحلة الستين السبعين اللي هي الشيخ كوفا ثم بعد ذلك موت الإنسان مهما طال عمره فهذه أشبه بدورة حياة الإنسان أيضا دورة حياة المشروع المشروع يبدأ بإنيشيات فكرة أولية الفكرة هذه الذهن واحد يفكر يقول والله أنا بسوي كذا لأجل كذا يسوي مثلا تطبيق علشان أوصل طلبات هذة نزلت فكرة الفكرة هذه عشان تمشي لابد أعمل لها اللي هو التخطيط اللي هو التخطيط فالتخطيط تبدأ تعمل تخطيط المشروع من بينها بجيب الموارد الخاصة في المشروع كيف بمول المشروع من عملائي من كذا ونتكلم عنها إن شاء الله في سوائدات قادمة بعد كده راح نعمل ندخل في مرحلة اللي هي مرحلة التنفيذ مرحلة التنفيذ بمعنى أنه أبدأ خلاص أبدأ الفلوس موجودة الفريق موجود الأدوات الخاصة عارفين كيف نشتغل عارفين يلا نبدأ الآن ننفذ هنا هذه المرحلة الثالثة مرحلة الرابعة مرحلة الكنترولينج الآن أول ما تبدأ تنفذ تستدم بعقبات غريبة ما تدري كيف جاتك شوي ما تدري إن الفكرة اللي ببالك واللي أنت خططت الهلأ وجمعت الفلوس علشانها هي أصلاً فكرة غير موجودة في السوب السوب ما يبغاها أصلاً وبالتالي هترجع مرة ثانية على إيش واني بنرجع وانت توقعون نرجع إذا واجهنا مثلاً اللي هو عملية التحكم في المشروع أني أنا أشوف المشروع بعد مرحلة التنفيذ وأبدأ أشوف أني عندي مشكلة وين أرجع؟ بأي مرحلة توقعون؟ أبطل المشروع أعمل بلوزينك؟ أبطل المرحلة الأخيرة؟ ولا أرجع لأي مرحلة؟ وش رايكم؟ نعمل على الشات الفكرة طيب الأولى الفكرة طيب تخطيط ممتاز طيب هو الأصل أننا نروح للتخطيط غالباً الفكرة الفكرة هي أشبه بأشياء عامة ما بدلنا فيها جهد كبير جداً تمام؟ يعني مثلاً أنا أقول والله عندي تطبيق بيوصل بيوصل طلبات مثلاً زي مثلاً بنتكلم بعد شوية عن حالة تطبيقية لتطبيق مشهورة الآن هو التطبيق تقريباً رطم واحد وشركة ممتازة وصارت تقيم بالملايين الآن وهي أصلاً فكرتها اختبروا فكرتها من خلال الشغلة رح أقولها بعد شوية لكن الأصل أنه الفكرة معينة عندي فكرة علامية بس ما بعد بذلك أنها جهد التخطيط التخطيط أنه أنا أروح أتقابل مع فلان وأسأل وقول اللي سوى تطبيق قبلي في نفس الموضوع أو قريب منه أقول وش رايب في الموضوع هذا أنا بديته أو ببدأ مشروعة بحط كذا يقول لك لا عدل عدل كل الأشياء هذه هي عبارة عن تخطيط إذا واجهتني مشكلة أرجع للتخطيط أنا أعطي الخطة فيها مشكلة مباشرة أعرف إن الخطة فيها مشكلة وبالتالي أعدل في الخطة وأرجع مرة ثانية أنفذ فأرجع مرة ثانية تدور العجلة عجلة المشروع بحيث أنها تدخل مرحلة مرحلة التنفيذ ثم مرحلة التنفيذ وبعدين في مرحلة الكلوزيج فرعاً أنا ما أتكلم هنا على المشاريع الناشئة المشاريع اللي هي بزنس استثمار هي المفروض ما تنتهي المفروض إنها إيش؟ دائماً تفكر في النمو والاستدامة وتغبقى وكيف إنها يعني تعيش وتتنديم أكثر لكن نتكلم عن المشروع بشكل عام تمام؟ طيب أجي أيضاً لشي يسمونه طيب نحن أخذنا هذه البي ام بي إدارة المشاريع اللي هي مفهوم إدارة المشاريع بالبي ام بي هذه طبعاً البي ام بي ممكن هي من من دورات المشاريع المشروعة جداً واللي تهدف الحقيقة إلى إلى أنها تدير عملية تبع إطار شامل للمشروع ولا تخلي أي نقطة من النقاط الخاصة بالمشروع إلا وتعالجه طيب ماذا ليش؟ هنشوف لو نلاحظه الآن عندي هنا كم عنوان عندي واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية تسعة عشر في معيار هذا المعيار على المعيار القديم والمعيار الرابع نتبعثون عن بي ام بي النسخة السادسة رح تلقونها عبارة عن عشر مجالات عشر مجالات اللي قبل شوي الخمسة اللي قبل شوي اللي يتكلمون عن دورة حياة المشروع يسمونها العمليات أو مجموعة العمليات هذي يسمونها البروسيس اللي هي النطاقات أو المجالات اللي يتكلم عن المشروع نتكلم عن إدارة تكامل المشروع هذا بنخليه آخر شيء نستطيع أن نتكلم عن إدارة نطاق المشروع أنت إذا تبدأ مشروع لابد أنك تحدد النطاق ما معنى كلمة نطاق المشروع؟ نطاق المشروع يعني أنا بديش في كيش بأشتغل بالضبط ما هو النطاقة للحدود اللي أنا باشتغل فيها وأيضا ما هي المجالات اللي ما راح أشتغل فيها على سبيل المثال أنا لو مثلا أفتح مثلا على سبيل المثال عندي تطبيق يوصل مثلا طلبات تمام وأنا أقول والله أنا بتخصص في توصيل طلبات المناسب اللي هي أغراض البيت خضار فلاكه حليب طلبات اليومية اللي جامعا يحتاجونها أهل البيت هذا تخصصي هذا ما جالي طيب جاك واحد قال لك يخديش ما تفتح مصار مثلا لتوصيل طلبات الهدايا مثلا على سبيل المثال هنا أقول لك لا أنت الآن تهدعيش تدت الشعر تخرج خارج نطاق المشروع يعني مثلا على سبيل المثال تطبيق زي تطبيق رسالة إذا سمعتوا فيه تطبيق شنور رسالة رسالة هنا يوزع هدايا يوزع ضقت هدايا واحد يهدي واحد يهدي زوجته أخي يهدي أخوه ولدي يهدي أمه وأبوه هذا الشكل فهو تطبيق يوزع يوصل يوصل مثلا يوصل هدايا ورد يوصل حلويات يوصل أشياء مثل هذا القبيل مرسول نعم محمد مرسول مثلا على سبيل المثال مرسول متخصص أيضا في بعض التطبيقات مثلا تكون متخصصة إذا لازم أن تعرف بايش بالضبط بتشتغل فيه هذا اللي نقول نحن نقول موضوع نطاق نطاق المشروع وبالتالي لازم تفهم نطاق المشروع وأيضا تعرف هذا النطاق بدقة وتضبط النطاق ومعنى وش اللي داخل النطاق وش اللي خارج النطاق أيضا إدارة وقت المشروع بمعنى أنت لا بد في الأخير يكون عندك لكل عملية فيه يكون مدة زمنية يعني مثلا كم بياخذ وقت العملية هذه العملية هذه بتأخذ مثلا الوقت اللي مفروض يأخذ الطلب من كم إلى كم المفروض ما يزيد عن كذا ولا يقل عن كذا مثلا على سبيل المثال فبالتالي إدارة الوقت إدارة الوقت في المشروع إدارة تكاليف في المشروع لا بد تعرف التكاليف كم التكلف الأولية التأسيسية كم كيف بتعالج اللي هو عملية اللي يسمونها الكاشي فلون اللي هي التدفقات النقدية هل معنى كل إيراد وصلك من المشروع معنات أنك تصرفه لا طبعا يجب أن يكون لديك أنت لديك لديك اتزامات لديك موردين يطلبون منك لديك فريق عمل يحتاج منك لديك أغراض تشتريها في مجموعة اللي لا بد أنك تتحكم بالكاشي ما تصرف أي شيء إلا بعد أن تأكد من لا وجد اتزامات على المشروع وبالتالي ما تصرف من اللي يسمونه الرأس المال أو رأس الاستثمار أيضا عملية الجودة لا يمكنك أنك تقدم مشروع وجوى عندك الجودة دائما الجودة الجودة بمعنى فعل الشيء الصحيح بالشكل الصحيح يعني لا بد أنك تعمل الشيء الصحيح بالشكل الصحيح بدقة يعني وبالتالي لما مثلا أطلب كريم مثلا يتأخر عليه مثلا مثلا أو أطلب كريم مثلا ولاقي مثلا السيارة مثلا مهم نظيفة أو مستوى المظام فيها متدلية هذا الشيء يأثر عليه يأثر على العمل وبالتالي أنا أقول الجودة لدى شركة كريم سيئة وبالتالي كريم من جهة الإشعار هذا على طول تروح تعالج الجودة من خلال مراجعة كيف أنها تستقبل الكباتين كيف أنها تعالج الموضوع فتبدأ تتصرم بطريقة وضفرة كذلك إدارة الموارد المشرية أنت ما في أحد ولا تسمع أحد يشتغل مشروع الحالة أنت لا بد معك ناس تشتغل بالتالي أنت عشان تستطيع أنك يعني ينبو مشروع تستطيع أنها تعمل معك ما دي الصوت واضح لأنه لأني جاني جاني أشعار بأنه الإنترنت في مشكلة بس طمنوني هلا الصوت واضح ومرم تمام كويس طيب طيب فنقول لا يمكن نحن يعني نبدأ مشروع وانت لا بد يكون لديك تخطيط لمواردك البشرية بمعنى تخطيط يبدأ من استقطاب لازم تستقطب الناس الصحيحة التي تشتغل معك ما تستقطب واحد ممكن يأثعلك في المشروع أو ممكن يربك مشروعك تعتمد عليه مثلا فترة طويلة ثم بعدين بالأخير يروح يخليك مثلا لابد أنك تختار الناس اللي يكونون فعلا يستطيعون أن ينجحون مشروعك ولها تضع لك جمعة المواصفات مثلا يكون يستطيع أن يقدم الخدم بشكل كويس يعني تتكلم بشكل كويس تضع لك اللي يسمونها الجدارات التي تنسي لا بد أنك تضعها في البداية قبل لا تستقطب الشخص عليهم مو يعني بس فلان خوي خلينا دخل شريك في المشروع أو كذا دائما دائما وهذا من تجربة دائما تحرص دائما وأبدا الشخص اللي حريص أنت على علاقة الشخصية والإنسانية لا تدخل معه في شراكة أو في أمل أو في بزنس هذا يعني معلش أني أقول هو في كذا شاطح بس جاءت على الجرح وأيضا جاءت على سياق الموارد البشرية لا بد أن نجامل في الموارد البشرية نختار الكفو حتى لو تعبت تقول والله أنا تعبت جلستش أشهرا ما حصلت عد ما بي مشكلة لكن بالأخير راح إذا بحثت بالطريق بالطرقة الصحيحة اختصى للإنسان الصحيح والشخص الصحيح لكن إذا يعني جاملت أو اعتبرت الموضوع تسلية لا هنا راح تكون في خطر أيضا إدارة اتصالات المشروع دائما نحن عندنا من اللي المفروض أنا أتعامل معهم عندك مثلا عزبين المستثمرين كيف تتواصل مع المستثمرين ترسلهم امين ولا ترسلهم SMS ولا تقابلهم موجه الوجه في عزبين كيف تقابل المرهدين الناس اللي يجيب لك الخامات المواد الخامة حي تشغل كيف تتواصل معهم مش الطريقة الأنسب اللي تتواصل معهم لكل شريحة من الناس معك في المشروع في استراتيجية التواصل في استراتيجية التواصل يجب انك كيف تنتبعها وفي أيضا يسمونها توزيع المعلومات يعني بمعنى ايش المستوى من المعلومات اللي لازم يحصل عليه طريقة المشروع ايش المستوى من المعلومات اللي المفروض يحصل عليه مثلا المدير مثلا او مثلا المستثمر او المورد يجب او العميل على سبيل لازم فيه توزيع ومنهجية لتوزيع المعلومات وأيضا شيء يسمون إدارة المخاطر لا يمكن لأي مشروع يعني المشاريع الرياضية عبورا هي مشاريع تنطلب من المخاطر بمعنى أنت لا بد أن تكون جريء تدخل في المناطق الجديدة يعني على سبيل المثال راعي أبض ستيف جوز لو ما أنه جريء كان دانا إلى الآن نستخدمه وكشاف لكن شكرا لجرعته وشكرا لجسارته ومغامرته اللي خلت يفكر أنه نحن ممكن نستخدم أصبع اليد في تحريك الشاشة وفي العمل بسؤول ومرونة إلى أن اليوم نحن سرنا اللي معوها أبو كشاف زمان اللي كان موضوعه قويس يعني جوال في الأخير هذا أقصى ما وصل إلى العلم لكن اليوم أصبح من الغريب أنك أنت ما تستخدم التطش في تحكم في المعلومات وإدارة أجهزتك فاليوم المفاطة تخيله ما دخل المفاطة قال لا يا أخي إيش الفكرة الجنونية هذه ما راح أقدر أسويها ما راح كذا كان دانا إلى الآن نستخدم إلا طبعا مماجهة آخر إدارة التوليد بمعنى إدارة المشتريات من مين راح تشتري بضاعتك من المورد الأساسي لك كيف تختار العقد المناسب كيف تختار العملية المناسب كل هذه التناصيل موجودة في البي ام بي وانا ما هي ليست هذه الدورة دورة بي ام بي لكن أنا بأربطكم ربط سريع بدورات إدارة المشاريع وأهميتها لريادي الأعمال طيب طيب ريادة الأعمال لو قلنا لسي مشاريع الريادية لو حاولنا نعرفه ما هي المشاريع الريادية المشاريع الريادية يقول لك هي فيكرة جديدة طبعا هذا تعريف الشهر اللي قلت بها هي فكرة جديدة أو قابل للنمو يعني فكرة جديدة ما سنتستخدمها قبل يعني أوبر وكريم لما ندخل sur ما كان بيت شيء اسم توصيلات أو تطبيق يوصل الناس أو طالبي أن ي Learning كان في تكاسب كلنا chose التكاسي تجد تنزل وتأشر تكسي تكسي ياخذ ويوصلك الى المكان اللي انت تقوله جات فكرة الانترنت وسهولة والانفجارة اللي حصل المعلومات اللي حاصل فلجات كانت فكرة ليش ما يصير فيه بطبيق هو همزة الوصول يسمونه اقتصاد التشاركي بمعنى واحد يعني عنده طبيق اوبرو كريم كله ما عنده ولا سيارة واحدة يملكونها لكن هم يشتغلون سيارة الغير لديه مشاركة في اقتصاد في واحد عنده الفرصة وفي واحد عنده احتيات فيبدأ فيبدأ عملية اللي هي اشاركها عملية التباتل يعني طلعت الفكرة هذه طلعت فكرة اللي والله يكون فيه تطبيق التطبيق هذا ترسل اليه معلومات من اللي هو الطالب الخدمه اللي هو العميل واللي يتلقاها الكبتن او اللي عنده الفرصة اللي عنده المساحة من الوقت ومن الامكانيات اللي يوصل ثم بعد ذلك يبدأ عملية اللي هي ايش توصيل الخدمة وكريم تاخذ حصة معينة من من الطرفين او من التطبيق المرسل من الاعلانات ومن الكلام فهي فكرة جديدة الان هذا مشروع ريادي منك ترعوين عليه مشروع ريادي او قابل للنمو ببعنى ان لا فيه فكرة اصلا موجودة من اول او طورت عليه تمام ففي الافكار اللي هي مثلا اه يكون في فكرة مثلا معينة انا اطور مثلا على اه يعني تطبيقات مثلا البحث مثلا طريقة جوجل مثلا على سبيل المثال اجي ااخذ مثلا كود حق جوجل مثلا وابدأ منه ابدأ اسوي مثلا جوجل العلمي الباحث العلمي على سبيل المثال او اسوي مثلا شريحة مثلا معينة فقط اشتغل عليهم اصنع سوء جديد ولكنها قابلة لي انه تموله بسيط غالبا هذي الفرق ما بين مشاريع الريادية ومشاريع الاخرى انه تمولها بسيط بمعنى يصبحنا سيد فاندي يعني الى تقريبا مثلا حدود مئة الف مثلا في البداية فاختبار للمشروع بعدين تبدأ انت تمولها اكثر يقتنع فيها مستثمرين يدخل معك اكثر شيء تبدأ الفكرة تكبر وتكبر عملياته محدود طبعا في البداية تكون عملياته محدود طالب خدمة واحد يرسل ثاني يستقبل يوصل انتهت الخدمة فعملياته محدود لكن مع المستقبل ممكن يستطور فيها نوع من التحديد والمقاطرة بمعنى احتمالية لي فشلها كبيرة احتمالية فشلها كبيرة وبالتالي انت راح تشتغل بنساحة على خمسة عشر بالمية من النجاح فقط لاحظ لاحظ تخيل لما يجيك واحد يعني لا قدر الله منه واحد عنده مدنة عملية ومثلا انه قال له والله الطبيب ترى نسبة النجاحة الاملية عندك خمسة عشر بالمية فقط انت شو بتتوقع الاغلب تتوقع انه لا صمح الله بيسير شيء بتكون جاهز بداخلك انك بتسوش لكن بتعيش على الامل الرياضيين نفس الشيء ترى يعيشون على انه يكونون يا رب انه يكونون محبوظين من ضمن الخمسة عشر بالمية اللي يحضن بالنجاح ويحضن بالفرصة بالتالي الاشياء طبعا من الاشياء الايجابية في الوضوع انه في حقاق على ريالة المشارية مهندس سعيد بس مداخل معلش انا حاطمر كل شوية و اقابعك سامحني يعني برضو الاخوان و الاخوات اللي حاضرين معنا الليلة يلاحد عنده اي سؤال اي استفسار اي مداخل عن طريق الشات اي سؤال ممكن يطرح على المهندس سعيد او اندي اسمع منه اذا كنا ماشي صح او يحتاجون مثلا اركز على شيء معين نعم اذا احد عنده اي سؤال اي استفسار في الشات متاح للجميع يعني سؤالي بس انه لاحظت انه انك مركز على الموضوع بالنسبة للمشاريع الريادية في الجانب التقني فهل هو شرط انه يكون الجانب المشروع الريادي لازم يكون تقني بما نحن نعوش في ثورة تقنية او ممكن في مشاريع اصراء تكون ريادية بس معين التقنية احسنت يعني اشكرك على سؤالك لكن هذه ما دي مشكلتي انه انا ادير حاضنة اعمال تقنية كل الافكار اللي اجيني هي تقنية كلها في التقنية بالتالي انا اجيبلكم من الامثلة ومن المحيط اللي اعيشه لكن الحقيقة لا ممكن يكون على سبيل المثال مشروع ريادي علمي مثلا واحد عنده فكرة مثلا ينشئ مثلا مكتبا يعيد القراءة اهل الناس يخلي الناس تقرى من جديد طيب كيف يخلي الناس تقرى من جديد اذا سوي مثلا المكتب المتنقلة مثلا سيارة تمر في الاحياء مثلا وبتصميم كذا بطيف وبديزاين كذا بطيف مثل الفكرة اللي هي الفود تراك مثل الفكرة اللي هي اللي هي سيارات اللي يبعون اكل اللي يبعون هامبورغر واللي يبعون الاشياء دي ممكن انا اسوي الفكرة هذه اقول الله مثلا انا عندي قيمة القراءة لكن بشرط انك ما تبدأ فكرة ممكن تكون شغفة كنت تمام لكنها هل مربحة هل انها ممكن تجيب دخل لازم ترسم او تبني نموذج العمل الخاص فيك راح نتكلم عنه شغفة لسوي لكن دمعنى لابد النموذج هذا يكون ايش اصرف عليه ويجيب لي اكثر اللي انا اصرف تمام فبالتالي انتوا تقولوا مثلا طيب كيف بجيب عملة مثلا من المكتبة مثلا مثلا المكتبة مترقي الهالي مثلا انا ابركز مثلا ابروح مثلا عند المعلمين نسمي المثال ويقول للمعلم اللي يمر على مثلا يدخل في المكتبة ويتصور مع المكتبة يتصور بس وكذا ممكن يكون له مثلا بونس او درجات مثلا اضافية او شيء من هالقبيل او اطلب مثلا بحث معين اخلي نفس المعلمين بحث 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 ان تشتري من المكتبة او تستعير مثلا على سبيل المثال باستعير الكتاب والمثلا الجلسة في المكتبة مثلا 5 ريال على سبيل المثال اللي هي السيارة المثال المجهزة هذه فكرة اطول ان افكرت فيها الآن بس احنا اطلع عليكم مسالفة التقنية يعني فالافكار كثيرة افكار ما تخلص ممكن انا اقول الان اطرحها الفكرة يجي احد الاخوان والاخوات اللي موجودين معنا الان يبدأ حسنا يقول لا طيب اش رايك لو سوينا كذا لا ممكن نعدلها كلمة يمكن تصير جاذبة اكثر وتجيب بيزنس اكثر فنبدأ الان للجادل وعوف نتناقش بيطلع ايش يطلع النموذج المستوى الموذج المربح اللي ممكن ان نحوله الى نموذج ريادي تمام فهذا المشاريع الريادية يعني هل لازم انها تكون ربحية ولا ممكن يكون مثلا مشروع ريادي اجتماعي مشروع ريادي خيري ممكن ممكن يكون ولكن ات لازم احد الهدف من البداية عشان تعرف النتيجة يعني اذا انت مثلا تقول مشروع غير ربحي طيب كين بيستديم كين بيجيب فلوسهم صح انا انت عارب مثلا متبرعين مثلا مثلا معيني بيرقون لك المشروع كده مطلع الى مشروع اجتماعي اوكي ريادي ريادي هي بالغمور بالتحدي يعني ريادي هي جاية من الكلمة هذه تمام لكن هل استطيع ان يقول والله ان المشروع ريادي بحت لا ولابد ان يستديم حتى اليوم اليوم الجمعيات الخيرية والناس اللي بالعمل الخيري يعني تبقى هم يتكلمون عن موضوع الاستدامة يسمونها بمعنى انه كيف اخلي المشروع هذا يبقى يستديم يعني في الاخير ممكن يكون مشروعه كويس لكن ما يلقاه الداعم متحمس معك اليوم وبعدين الداعم هذا لسبب الماء وخلاك فهنا انت في خطأ المشروع هذا ممكن ما يبقى ولا يستديم وبالتالي احنا لازم نتكلم عن شيء يسمونه الاستدامة ممتاز؟ طيب وحتى كثير من المشاريع اعتقد المنظمات غير ربحية لما نذكر مثلا منظمة غير ربحية ليس شرطا منها ما تأخذ مثلا ما تبيع يعني ممكن تبيع وتأخذ فلوس مثلا ولكن ممكن زي ما تقول تأخذ مبالغ يعني تغطي مثلا تكاليفها تغطي استمرارياتها زي ما ذكرت انها تكون مستدامة وهذا التحدي ثدي انه كيف نتبقى المشاريع بحيث انها ما cumulative نفسنا замечations مشاريع كدير سمعنا عنها وين اليوم اللي كنا نحمض عندهم الصور وين هم اليوم؟ شي اسمهم؟ نسيت اسمهم الاستوديوهات الاستوديوهات استوديوهات سألوا التصوير نجوا نشخص كذا وتصور وتصور خياي مثلا وروح اخذ الفيلم وقل له تعالي الحمض الفيلم وتعالي بعد اسبوع وانه بعد ثلاث ايام وبعدها جي وطالع في صورتك اخذت في المطبخ ثلاث ايام عشان تشوف تطلع بعدين ما يزين اليوم اليوم وين هين اليوم؟ مين موجودة؟ طلعت مستوب ببساطة ليش؟ على فكرة كان بإمكانهم ان يطوروا نموذج عملهم يعني هم لو قرأوا اليوم وين نوكيا على سبيل المجال؟ من يستخدم نوكيا؟ الحين الان في الحضور ما شاء الله يمكن عشرين الان لو انا سألهم وقلوا من اللي يستخدم نوكيا ممكن ما حد كوداك برضو اللي كانت حق الافلام الافلام للتصوير كوداك اختفت يعني برضو؟ نعم هي كوداك اللي اختفت فالقصد انه انه يعني كل ذول يختفوا لانه ما يقور نموذج عمله كان بإمكان طبعا على فكرة نوكيا الان تحاول انها ترجع للسوق بس فاتها القطار ليش؟ لان صار فيه شيء يسمى الحصة السوقية الحصة السوقية بمعنى انه العمل اللي كانوا عندك حصتك انت تكون عندك مثلاً حصة معينة مثلاً نفترض انه عندك عشرة مليون عمية مثلاً انا ينوكيا مثلاً وفجأة العشرة مليون دولي راحوا منهم ثمانة مليون راحوا لي ابل ولي سامسونج بعد سبيلتها فكم دقي معك؟ دقي معك 2 مليون كيف انك المعركة الان كيف ترجع تستعيد الحصة السوقية حالياً فتحدي اذا طلعت منك الحصة السوقية الصعب انك تسترجعها صعب جداً لان زي ما انت تخطط وتفكر وتحاول ترى فيه شيء منافسة بمعنى سوق شريس بمعنى ان انت تقدم هذا يقدم احسن منك ويبدل افضل اقوى منك حتى يطلع يطلع عميش يطلع عميش اذا ريالة الاعمال ليست سهلة وهذه الصورة لو تشوفونها كده حاجة نبتركبها مع بعض مكعبات ونعفت فيها عفت لين نحاول انها بالقوة تركب بالغالب حين تركب حين ما تركب الخشم بديرة وهذه بديرة في الوضع محيوسي شوي الاتحدي هذا فيه ارقام مبشرة الارقام هذا تقول ان عدد المشاريع الصغيرة حول العالم هذه الحصائية في امريكا هذه الحصائية في امريكا فقط لكن امريكا احنا دام ناخدها بيش مارك ناخدها مقارنة مرجعية لانه بالعادة يعني احنا نتأخر كثير بالذات في الشرق المعاصر بالسوق الامريكي عدد المشاريع الصغيرة في امريكا 30 مليون مشروع صغير تمام؟ هذه توظف اكثر من نصف العمالة في القطاع الخاص يعني نصف العمالة 50 دقيقين من القطاع الخاص متوظفين ذين في شركات صغيرة وتصدل اكثر من 97 دليل من اجمالي صادرات الولايات المتحدة اللي كينا لاحظوا الاقامة الكبيرة لكن على الجانب الاخر في ارقامة ايش تخوفي شوي وتزعي شوي الاقامة هذه تقول انه فيه سنويا يفتتح 630 ألف مؤسسة صغيرة يقفل منها 590 ألف يعني انت تتكلم عن تقريبا 90% تقفل إلى 85% تقفل يفل السنويا ما معدله 44 ألف مؤسسة صغيرة ثلاثة من كل عشر مؤسسات صغيرة تقفل بعد سنتين وخمسة من كل عشر تقفل قبل لا توصل عمرها الخامسة او سنتها الخامسة اذا تحدي او حافظ ريالة الاعمال اشرايكم تحدي يا سوق او والله كذا الارقام تخوف يا أستاذ سعيد كنا الناس بيبطلوا من وضع ريالة الاعمال اه هنا هنا لازم هو شوف لازم يكون واضحين حنا نشتغل ترى اللي قلون تحدي اشكرهم جدا لانه كلمة تحدي كذا فيها يعني ايجابية اكثر من كلمة انه اه لا مشكلة وكذا ترى الناس الناجحين هم الناجحين من ال 15% انت الان لما تدخل ريالة الاعمال لازم تتذكر انك انت الان يا انك تكون مع ال 85% ولم اخذ كذا الفاشلين اللي يكون عم السوق ولا تبت تكون من ال 15% اساسا اساسا لو احنا بس سألكم سؤال الان في الفصل لو انه في الفصل الدراسي مثلا الفصل الدراسي القاعد الدراسية كم عدد نسبة المتميزين فيها اثنين ثلاثة اذا العدد مثلا عشرين تقريبا اثنين ثلاثة صحيح الله تقريبا نعم والبقية يعني يكون ما بين متوسط وما بين متعثر صحيح وبالتالي الرياضة الاعمال نفسها انت يجب انك ترد الجهد كبير وطاقة كبيرة حتى تكون من ضمنش من ضمن المتميزين انت الان لو انك اردت انك تنجح وتكون متفوق مثل زميلك المتفوق هذا اللي ما بينك بينه اي فروقات سوى انه يبدل جهد يبدل جهد فقط وان حتى القدرات الدهنية يعوضها الجهد الجهد العقلي والفكري والبدلي تمام طيب نجي نقول لماذا يجب على الرياضة ان اتعلم ادارة مشاريع طيب ليش انت تتعلم كريادي اعمال ادارة مشاريع تقول يا اخي انا خلني اتعلم بس كيف اني يعني يكون عندي الفكرة وخلاص عندي التخطيط وعندي الخذا وعرف ابيع وشري وخلاص ليش اتعلم ادارة المشاريع ليش اتعلم التخطيط وتعلم الاسكوب ادارة النطاق نطاق المشروع وادارة الموالد وادارة الدفقات النقدية وادارة المخاطر وادارة الجدول الزمني ليش اتعلم كل هذا الاشياء وادارة العقود وادارة اصحاب المصلحة وادارة الاتصالات ليش اتعلمها هو اذا تعلمت فانت اول شي يزيد عندك المعرفة وتزيد فرصة النجاح بالنسبة لك تكون فرصة النجاح عندك بدل ما هي 15% انت تتحرك للامام اكثر ان تتحرك للعشرين في المئة تتحرك للخمسة وعشرين في المئة هي 30% وبالتالي انت تتحرك للامام في المعرفة دائما هي سلاح وبالتالي انت الان لما تكون اعزل ونازل في الميدان لا تتوقع انه في احد يبرحرك يلتهمونك المنافسين بشكل قوي جدا لكن كنت متمسك بالمعرفة فالمعرفة تزود فرص نجاحك المعرفة تعطيك تجارب الاخرين على طبق من ذهب ثقة المحيطين ايضا لما الناس تعرف ان والله فلان مثلا اخذ دورة في ادارة المشاريع او تعلم اسلوب ادارة المشاريع او صاف بمبي سفتي فايد مثلا فيش اللي يصير المستثمر يثق فيك المورد يثق فيك لن يعرف انك انت انسان او قد دورة مثلا يعرف انك انسان متعلم تتعلم على نفسك كمان تجي تصور نفسك وانت والله خد دورة في دارة المشاريع بعد ذلك تنشرها مثلا في مسائل التواصل الخاصة فيك بعد كده الناس تاخد انطباع بان والله الشخص هذا جدير بالتعامل معه سواء ان كان عميل حتى لو انت سويت بيزنس والناس عربت انك انت سويت بيزنس وهم يعرفون بانك شخصية جادة ومتعلمة الناس تذكري تقول والله لا فعلا ممكن هذا يعني يؤدي يؤدي مشروع ناجح وبالتالي تحصل على ثقة المعيطين وايضا خط حماية دائما نقول تعلم من الاخرين انت الان لا يعني بدل ما انك تصور وتتعب وتبذل جهب وتبذل وقت ويصير عندك ضغط نفسي ثم بعدين لا سمح الله تفشل طيب من الاساس تعلم كيف فشل الاخرون لان كيف فشل الاخرون ترى هذي موثقة في الكتب هذي موثقة في الان الناس اللي تألف كتب اللي تطلع لنا زي الرجال هذا اللي بتكلملكم عن كتابه بعد شوي اللي تطلع لنا اربعة وثمانين نصيحة عملية في كيف تدير مشروعه في نجاح مثلا هذا كلها قصص فشل قصص كيف انه قصص يعني خبراته خلال ثلاثين سنة تقريبا او خمسة وعشرين سنة لكنه غذاها بيش باللجاح والبشر المزدد من طلبها في كتاب لما انت تجي تقرأ كتاب كأنك تاخد تاخد ثلاثين سنة اضافية وتضيفها للعمر كأنك يعني دولنا ناسا نعرفهم شاب شاب عشرين سنة مدى العمره خمسة وعشرين سنة تبقى يتكلب حكمة اللي عمره واصل الخمسين والستين وبالتالي احنا نقول دائما ان هذه هي خط حماية لمشروعه ماذا اسم الكتاب؟ راح نجي ان شاء الله على اسم الكتب في السلايد المخصص طيب جدارات رائد الاعمال طيب نرجع لكلامنا الاول اللي هو متى اقول اني رائد اعمال و متى اقول اني انا ما نبجاهز لا تقول اني اكون رائد اعمال كمام؟ عندنا اول شيء النزعة القيادية نقول النزعة القيادية لاحظة لا مكنة القيادة انا ما بواحد قائد لا انا بي نكون عندك فقط النزعة القيادية ما بيك تكون والله انت مدير سابق ولا سابق انك اشتغلت كمدير ولا لا انا بيك فقط تكون عندك نزعة القيادة بمعنى المبادرة انا اشوفها في حاجتين النزعة القيادية بحاجتين فقط المبادرة تمام؟ بمعنى انك انت انسان تبادر ما تنتظر الفرصة انت تروح الفرصة ما في فرصة انت تصنع فرصة لاحظ يعني هذي 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 لا تكون فينا للمبادر القيادية والشيء الثاني اللي هي نسميه اللي هي التحفيز بمعنى انت تكون محفز ذاتيا محفز محفز ذاتيا انت عندك في حاجة صحيك الصبح ما تخليك تنام هي تدفعك ليس الشيء هذا ممكن يكون انه تكويل الثروة ممكن يكون انه عمل مشروع نبيل ممكن في حاجة يدعونك في تحفيز ذاتي عندك التحفيز الذاتي لا يكون الا للقابة اللي يدفع من الاخرين يحفز هذا الاتباح اللي يتحفز ذاتيا ويحفز غيره هذا قائد وبالتالي احنا نتكلم عن النزعة القيادية النزعة القيادية يجب يعني هذه ما نجادل عليها بانك تكون رائد اعمالك اذا شفت انت عندك نفس هالشغلتين فراجع نفسك مهارات التواصل مهارات التواصل مهارات التواصل من اهم الاشياء عنا بالتواصل وتكويل العلاقات كثير من الفلوص تجيك يعني اليوم احنا نعلم لو انت الان تسأل اي واحد مثلا في السوق في العمل الخاص تقول الله كيف اجيب عملاء شو يقول لكم العلاقات تسوي علاقات لن يجيب الناس تقلق تسوي علاقات مثلا لا سبح الله مثلا مثلا مهلا هلو لجيت الرسالة بانه في مشكلة هل في مشكلة اخوان تواجهكم سيد نحمد هلو الان تمام الان تمام وثار في انقطاع بسيط ورجع الفاهر طيب مهارات التواصل كانت واضحة لو تعيدها مهارات التواصل اقول انه ما ينبيني ان انا ابدأ اشتغل مشروع بدون ما يكون عندي مهارات التواصل بمعنى مهارات التواصل هي تكون علاقات انسان قابل لانه نكون معه علاقة اليوم انت اللي تسأل اي واحد في البزنس تقول له اه كيف ابدأ اكون عمله كيف ابدأ ابني قاعدة عمله اول شي يقول لك يقول لك يجب ان يكون لديك ايش علاقات بدون العلاقات لا يمكن انك تبني بزنس والناس ايضا راح تتحاشى انك تدخل معك في اي عمل اذا لم تكن علاقاتك جيدة ولم يكن تواصلك مع الناس جيد راح وبالتاني احنا لابد يكون مهارات التواصل طبعا مهارات التواصل علم كبير وكيف تتصل وكيف تتواصل مع الناس مهم يعني الحقيقة مجال الحديث اليوم لكن نقول عنه مهارات التواصل تمام انت تروح تبحث عن هذه المهارة وكيف تطورها في الدورات التدريبية في الكتب وفي المهارات المختلفة أيضا الموضوع سواء سؤال في النقطة هذه موضوع العلاقات الآن كرائة أعمال جديد يعني الشخص ليس جديد هو في السوق مثلا ورائية أعمال ليس جديد ما يملك بيك العلاقات الكبيرة زي أصحاب المؤسسات الكبيرة والشركات اللي ما شاه الله تبارك الله عندهم علاقات كبيرة ولهم قط وخبارة طويلة في السوق يعني هو لسا كرائد عمال ليس جديد์ يعني فكيف إسمع هذه العلاقات أسمى كام tejا أول شيء نكتكوّن مجتمع اهتمائي روح لي.. أنت مثلاً لو أنك مثلاً على سبيل المثال إيش مشروعك مثلاً؟ خلينا نفترض مشروع مقاوين مثلاً لو مشروع مشروعك مثلاً في مجال المطاعم خلاص؟ جميل وين ألقاهم دولة حقين المطاعم؟ ألقاهم مثلاً في المعارض الخاصة بالتوميق مثلاً ألقاهم مثلاً في المطاعم الكبيرة مثلاً على سبيل المثال أروح لمطاعم كبير وأقول والله ممكن مثلاً تربطني بالمدير المدير هذا يربطني باللي بعده ويربطني بالكذاً لأنه أصل لمجلس مثلاً الإدارة مثلاً على سبيل المثال أو أصل للرئيس التنفيذي إذا كان مثلاً مطاعم كبير ومشروع مثلاً على مستوى الإقليم على مستوى كذا من خلاله مثلاً ممكن تربطني بالموردين ترى العملية على سبيل المثال قبل فترة كنت مستشار وما زلت لمشروع يؤسس مصنع مياه فصراحة المجموعة اللي كانوا في المشروع ما لهم أي خيثية في موضوع المصانع فضلاً عن أنهم يكون عندهم شيء عن مصنع المياه فإيش زوه؟ نزل الميدان نزل الميدان قالوا وين يلقي هذا المياه مثلاً مياه نوفا على سبيل الميدان وين تلقي؟ مياه نوفا راحوا على الرجم الموجود في هذا اتصلوا عليه قال ممكن نكلم المدير قال المدير ما يلقي على تحويل تحويل الإدارة العامة قال كيف نوصل للإدارة العامة؟ قال الإدارة العامة في المدينة الفلانية كيف نوصل له؟ اتصلوا عليه وصلوا للإدارة العامة في المدينة الفلانية اللي تأسس أو اللي تطلع فيها مصنع النوفا مثلاً وجوه عنده وقالوا نتعاون احنا عندنا فكرة مشروع المشروع كده 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 ترى الناس تبي تتعاون تبي تتعاون تبي تتقدم لهم شيء لكن قليلة الوصول هي اللي صعبة فشوف الشباب هذين يشتروا اخترقوا المألوف راحوا يدخلوا كده لين وصلوا للشخص المعني سلسلة عبارة عن زلزلة لين وصلوا للشخص المعني ثم يبدوا يكبر مجتمعهم الآن تقريباً الآن اللي زاروهم حوالي ستتعشر مصنع ستتعشر مصنع حول المملكة كل ما يزوروا كل ما يكثر فهمهم للمشروع كل ما يبدأ يكونوا علاقات عرفوا الآن آخر شيء قبل يومين يرسلون لي من معرض لمصانع المياه ومعداتها في دبي تخيل وصلوا إلى دبي وهم والله شباب قرية شباب قرية ولكن اليوم حين يحطوا رجل على الرجل ويتكلمون يقولون لا لا خط الانتاج هذا ما تجيبوا من بلجيكا تجيبوا من إيطاليا هذا إيطاليا أحسن لأنه فيها كده 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 فأحياناً أنه أنت فقط تحتاج إلى أنك تخلق العلاقات يعني نفسها عندك تخلقها يعني زيما الشباب ذولة خلقوا علاقات ما كانت عندهم زيما تقولون شباب قرية يعني ما عندهم علاقات شباب قرية ما يعرفون أقصى ما يعرفون بيس المركز حقهم هذا أطلق واحد من العالم عندك ما شاء الله وصلوا إلى مرحلة أنه لا أنه يتكلمون مع مدار شركات ويتكلمون في مضعهم والناس دائماً 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 كل التجار كل التجار والمستثمرين تراهم يحتربون الريادي اللي يثبت جدية يعني أنت تيجي لا تضيع وقتين تعال وأنا أشوف فيك الجدية في عيونك أجي أتعاون معك أعطيك عمري لكن تيجي وأنت كده كيف تشتغلون أنتم هذا واحد ما درس مشروع صح أو لا كيف سوي زيك هذا السؤال اللي كنت أبسألك صراحة هذا مرمان بعض التجار أو بعض الرياضين يعني الشغالين في مجال التجارة قد يكون عندهم تحفظ يعني يجيهم واحد جديد يقول أنا أعلمها شغلتي يعني هذا وهم محمد وهم هذا صدقني الناس التجار واللي وصلوا صار عندهم اكتباداتي صار عندهم يعني خلاص بالعكس ودوا أن يجي واحد رياضي يدعم وهذا الأغلب طبعاً فيه حالات شادمة لكن الأغلب الأغلب يحترمون لأنه هو يوم من الأيام بطريقة أخرى طرح أمر بهالتجربة صح إذا شاف فيك الشغف وشاف فيك الحرص وشاف فيك كده رح يحترمك ورح يقدر فيك ورح يساعدك أو إذا ما ساعدك رح يحيلك إلى من يساعدك فإحنا بس مجرد إيش سبحان الله أنا عندي قاعدة دائما نشتغي عليهم قاعدة بسيطة جداً ترد كلماتك في الحركة باكة بس أنا أقول تحرك الأمام عشر سنتي لو عشر سنتي فقط تحرك الأمام لكن لا تجلس في مكانك وبعدين تنتظر تقول والله لا المفروض أنه المفروض يا أخي الناس ما تعطيه الناس تبخل بالمعلومات الناس كذا ما بدلت جهد أنت ما رتبت نفسك وانت تروح للناس وتعطيهم في عين أنك أنت طيب أختي مريم راح أجاوب عن الأسئلة بس لو راح تقليها في آخر شيء ولو هو مو بسؤال طيب لما أدعمه الآن ممكن يكون منافس لي في المستقبل لا أنا لا أتكلم عن شريحة اللي يتنافسهم أتكلم عن شريحة الناس اللي قطع شوفت كثير جداً يعني مثلاً دول الشباب اللي حقين مصر على المياه ما راح ينفسون صفا ونوفا وبيرين ما راح ينفسونهم هم لهم شريحة محددة من الناس اللي بيعون فيها شريحة محددة ويحاولون أن يكسبون منها فما هم منطقة تنافس مع الكبير يعني الرؤية وحب التعلم بدون رؤية يعني بمعنى لو مثلاً الصوت واضح أخي محمد جداً طيب الرؤية هل الرؤية تكون عن شي في الحاضر ولا أشوف شي في المستقبل شو رأيكم المستقبل ممتاز بالضبط بالضبط الرؤية عن المستقبل طيب كيف يكون الواحد يشوف المستقبل وهو في الحاضر يش الأدوات؟ شون يعني يصير ساعة الزمن ولا؟ وش الأدوات اللي يخليه اللي تخليه بلان يجلس كده ويقول يا أخي لا 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 الناس كلها تصيح تقول السوق فيه كسات السوق فيه مشكلة السوق ما فيه مبيعات وحاطر يجعل يقول لا 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 المر طيبة راح تتحسن الأمور وبتشوفوه الطموح جيد خطة مفصلة جيد حقيقةً أهم أهم شيء هو الكلمة اللي بعد الرؤية اللي هو حب التعلم اللي هي المعرفة المعرفة يا أخوان المعرفة اللي تكتسب يا بالتعلم تمام؟ يا بالتجربة هي اللي تعطيك القدرة على أنك تشوف المستقبل ممتاز؟ يعني تجد ناس مثلا في وقت الأزمات في وقت الأزمات يكون الرجل هذا عارف بالضبط أنه لا هذه بالعكس يعني يراها فرصة تمام؟ يعني مثلا على سبيل المثال ستيف جومز مثلا يوم يشتغل في موضوع الآيفون والآيبود والمنتجات الدكية هذي هو كان يتكلم عن إيش حتى الناس كانت تنظره وأنا شفت له فيلم تعريفي بحياته كان يقول أنه خرج المألوف هو قاعد يشوف شيء ثاني يقول أن الناس راح تفكر بكذا 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 الناس راح يقول كذا اليوم مثلا السينما مثلا على سبيل المثال السينما دور السينما الآن ممكن سنة سنتين راح تقفل لماذا؟ لأنه في نتفلكس صار في شيء اسمه نتفلكس تجي تدفع مبلغ معين اشتراك وتجي شركات وتجي لك أفلاب وخلاص صارت هي البيوت الانتات ما عد فيه صارت منتجين وسينما وتلفزيون اليوم من يشوف ورخيص بعد صحيح محمد ورخيص يعني تشوف شهر كامل بـ 30 ريال ولا بـ 50 ريال 10 دولار فتغيرت الفكرة فصار الناس عنده رؤية طب انا كيف يصير عنده رؤية؟ لازم يصير عندك لازم يصير عندك معرفة لازم تقرأ كتب لازم تاخد دورات تكون حريصة على تطوير نفسك بالدورات التدريبية لازم حتى تستطيع انك تسبق تسبق الزمن ويكون عندك رؤية طيب بعد ذلك التحدي لا بد يكون عند رائد الأعمال نفس التحدي بمعنى إيش؟ التحدي يناقضه تماماً اللي هو الشعور بالإحباط الانسحاب المبكر واحد مثلاً يقول والله خانها رائد أعمال لكن ما عنده الصبر بأنه يصبر على مشروعه عندنا نقول التحدي نقول معها الصبر نقول معها الإصرار نقول معها العزيمة فما عنده النفس الطويل بأنه يتحمل لأواء هذا التحدي التحدي مو بكلام فاضي مو معنى أني أنا رائد أعمال خلاص أني أنا والله أرجع بيتي مثل ما أبي قابل أصحابي مثل ما أجي لا العملية مختلفة صحيح موضوع التردد والحضر المبالغ به إنه إذا صار فيه تردد إذا صار فيه حضر التردد طبعاً نشوف شعر ما بين التردد ودارة المخاطر أنت لا تتردد يجب أنك تجرب يجب أنك كنل لكن على سكيل صغير على نمط صغير وراح نشوف بعد شوي فكرة تطبيقية على موضوع اللي هو واحد بدأ مشروع نجح وأساسه فكرة بسيطة طوحة أيضاً عندنا اللي هي اللي هي موضوع الصبر لا يجب أنك ما تنتظر لا تتوقع النتيجة بتجيك من المرة الأولى لذلك مشاريع تطلع الآن للنسبة اللي شبناها قبل شوي في أمريكا إنه 90% من المشاريع تطلع قبل ثلاث سنوات هذا هو اللي يمكن لو صبر طبعاً ممكن للموذج المشروع فيه مشكلة لكن إذا ما كان فيه مشكلة يعني أنه هو لو صبر شوي ممكن كان يدخل فيه الربحية لكن أحياناً الصبر واستعجال النتائج أحياناً يولد يولد مشكلة أهم العقبات في إدارة المشاريع وحلولها أهم العقبات الحقيقة موضوع الأفكار والسوق الصحيح يجب أن يكون لديك فكرة يحتاجها السوق لا تجب لي فكرة يعني شوق لك مقاررة ولا ما فيها سوق سوق أتمنى بمعنى لما نقول سوق معناته بيع وشرك معناته واحد يبيشتري منك وأنت فيه طلب عليه تمام؟ أنت توفر الخدمة وفيه مشتري جاهز يعني مثلاً السيارات لما نجو يسوون السيارات السيارات هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن جسم تمام هيكل خلنسميه وكفرات ومحركات داخلية هذه السيارة السيارة لما أول ما عرضت عرضت كمنتج سمون البايلوت منتج تجريبي منتج عادي منتج عادي قال لك لو أستبدل لك وسائل النقل القديم الحصان وكذا لو استبدلها بسيارة تسوي كذا مني بيشتري؟ 16% من اللي دعوا للمعرض وهذا كان حكاية من صناعة السيارات ستلقون القصة دي 16% من اللي حضروا أو تقريبا 20% من اللي حضروا دفع مباشرة قال أنا أدفع مباشرة إذا أنت بتسويليها بالقدرات هذه لاحظوا الآن صار عندي عملاء واضحين صار عندي فكرتي فعلا أثبتت صحتها وهذا اللي يسمونه اللي هي النبياء النموذج الأولي النموذج الأولي يعني أنا أبني نموذج صغير النموذج هذا مهم مكلف لكن من خلاله أختبر فكرتي أختبر إيش؟ أختبر فكرتي طيب؟ واضح؟ سيد الحمد؟ واضح نعم أي فأنا أختبر فكرتي المثال على سبيل المثال وهذا من النموذج اللي كنت أقول لكم عليه أنا أبقي معي سلايدين وأخلص إن شاء الله مرحب ألا عليكم التطبيق تعرفون اسم تطبيق نعناع تطبيق نعناع هذا تطبيق توصيل طلبات طلبات البقالات والمنازل هذا الآن بملايين الريالات مقيم كشركة فكرة الأساسية إيش؟ قال أنا أبغى أختبر أبشوف الناس هل الناس رح تستعير عن العامل أنه يوصل العامل اللي يوصل طبعا عندنا في الرياضة ممتشرة ما أدري إذا في المناطق الأخرى منتشرة أو لا أنه فيها كل بقالة فيها البقالات القدات الصغيرة البقالات الأحياء خلو نسميها في دباب يوصل مثلا العمال مثلا فيهم أربعة أو خمسة فيهم ثلاثة يوصلون وثنين يحاسبون فهل الناس طبعا عندهم مشكلة اللي هي مشكلة التأخير مثلا أنا أطلب مثلا أنا مثلا ربة منزل مثلا وأطلب مثلا بصل الآن أنا ناقص عليه بصل أبقطع بصل الآن ولا بتخرب طبختي مثلا وشوي أحتاج مثلا هذا ساعة عشان ينصر صارت مشكلة كبيرة في البيت بسبب أنه والله التأخير هذا ولو مثلا ما عندي أحد فأحيانا يكون المنتج اللي فكروا فيه أنه لا يكون فيه توصيل سريح التوصيل سريح فقالوا قال بدلما نصرف على تطبيق فما أصرف تطبيق أبيكلفني مثلا خمسمائة مثلا على سبيل المثال بدلما أسوي التطبيق خلني أختبر الفكرة خلني أختبر هل الناس راح تعتمد على توصيل غريب وتعطيني فلوس مقابل هذا التوصيل ولا لا فبدوا في مجموعة من الأحياء اللي فيها كثافة سكانية أحياء في الرياض فيها كثافة سكانية فبدوا من الفكرة هذه وقالوا خاص ما سوي جوان خط اتصال خط اتصال أخذوهم من شركات الاتصالات رقم قالوا أسوي علينات ملصقات على البيوت وقالوا الرقم هذا إذا اتصلت عليه ترى يوصل لك طلبك في عشر دقائق يوصل ليش بسيارات الصغيرة هذه سيارات سيارات هذه الصغيرة جدا مثل سيارات البيتزا وسيارات مثلا فبدوا يوصلوا إلى موضوع هذا شوية كده بدوا ما يلحقون طلبات يعني الطلبات بدأت تكثر عليهم بشكل كبير جدا الآن ماذا صار لهم الآن ماذا تتوقعون شيء الاستنتاج اللي استنتجوه من هذه الفكرة هم الآن ما صرفوا ما صرفوا أبدا من صاليف كثيرة على المشروك مجرد تطبيق واتصال وهاتف جوان يتصلوا عليه والهاتف يجيهم ويجيهم طلبات ايش الشيء اللي تأكدوا منه اقبال طيب ان فكرتهم رح تنجح أيوة ممتاز لاحظ الفكرة رح تكون بأداء هانية معناتها الفكرة الآن هي فكرة الآن توصيل الأساسية هذا الاحتياج الاحتياج أن الناس تريد توصيل يبدوهم بتطوير الفكرة بتطبيق ممتاز ها ايش ممكن نقول ايش الشيء اللي طلعوا فيه ممكن نقول بالضبط ان فيه عملة ان فيه ايش فيه عملة يحتاجون ان فرضيتي اللي انا فرضتها نعم فيه فرصة ان الفرضية اللي انا فرضتها بانه ان الناس رح تدفع مقابل التوصيل السريع موجودة الآن اروح للمرحلة وانه فيه عملة فيه عملة والطلبات بدت تجيني ما نلحك فبالتالي عشان ألحك الطلبات مثلا صارت جيني مثلا خمسين طلب مرة واحدة وانا ما عند الا خمسة سواقين ما رح يغطوا لكن لو صار فيه تطبيق ودخلت معي كباتل ودخلت معي ناس هنا الآن زادت الشريحة وكبر المشروع وتأكدت من المشروع فهذا هو اللي نسميه النموذج الاولي انا اطلع مشروعي على نموذج اولي ممكن صوبة ثانية للنموذج الاولي مثلا اجي مثلا عند مشروع اسوي الاستبيان عن طريق الاستبيان بوجل فورمس اسويها عن طريق جوجل وقل والله مثلا هل لو مثلا لقيت واحد بيسوي كذا تشتري او لا تشتري ابدأ انشر هذا الاستبيان عند الناس اللي فعلا يستخدمون او اتوقع انهم هم العملاء يعني يسمونهم العملاء المحتملين تمام اذا والله فعلا وجدت انه فيه اقبال وفيه اجابات كثيرة كانت معي ابدأ اتقدم شوي بالمشروع اتقدم شوي بالمشروع لكن لا ابدأ اضخ مثلا مليون مليونين عشر مليون في المشروع بعدين اقول والله ايش والله فشلت طبيعي لاحتفش لانك انت ما تدرجت في بناء المشروع وقلوا كثير عن بناء النموذج الاولي ستلقون معلومات اكثر ان شاء الله في هذا السياء الشيء الثاني مهندس سعيد قبل ما ننتقل لتنبدأ الثانية بخصوص النموذج الاولي يعني هل النموذج الاولي هل يحتاج يعني نفس التخطيط اللي موجود في ان احنا نبدأ في مشروع ولا ممكن الواحد يعني يبدأ بداية بسيطة يعني بدون يعني تعقيدات اضافية مثلا بدون يعني يعني يصنع نموذج بسيط زي ما ذكرت انت والنموذج اول يحطوا رقم جوال وتأكدوا هل الموضوع بيمشي معهم الا لا بالضبط 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 هو الاساس انه انت يجب انك تعرف بالضبط وش المعلومة المركزية اللي انت احتاجها لو عرفتها رح تمشي بالمشروع للامام الجماعة اللي في تطبيق هذا التطبيق يعني كانوا يبغون يتأكدون هل الناس بتشتري خدمة التوصيل السريع ولا لا هذا اللي كان يحتاجونه من المعلومة فلما انطلق للنموذج والله وجدوا ان الناس لا فعلا تبيت في هال الموضوع طب الناس الان صارت كلها تتعامل مع التطبيقات بسهولة والنت الان صار في البيوت بشكل كويس بالتالي لو سونا تطبيق ايش بيصير؟ بيصير المشروع اكبر صح ولا لا؟ صح صح رح اوفر في العمليات ما هيصير عندي تشغيل ما راح اجيب سيارات كثيرة ولا راح اسوي يعني بيصير عندي التكاليف تقريبا صفر كل الناس هم اللي يجيز بيزي كابتن هم اللي ينصر لها الارضاعة وانا اخذ نسبة معينة فاحيانا لازم تعرف بالضبط المعلومة اللي ان تحتاجها من البناء النموذج الاولي موضوع ذا اللي هو موضوع التمويل والدفقات النقدية قلناها قبل شوي اللي لا بد انك في البداية راح تبحث عن تمويل التمويل هذا ممكن يجيك عن طريق جهات حكومية بنك التلمي الاجتماعي ممكن يجيك عن طريق مستثمرين مستثمر يقول لك انا بدخل معك خمسين خمسين مستثمر يقول لك انا بدخل معك مثلا بكذا مجموعة المستثمرين تبدون جمعون فروس تبدون حاضنات اعمال مسابعات اعمال يبدون انه راح يفتتح النبيل محمد السلمان قبل تقريبا سبوعين او سابع يفتتح اربع فروع لبادل في اكثر من المنطقة ويبدون منطقة الجنوب من المناطق اللي بيكون فيها فرع لبادل حاضنة اعمال موجودة حاضنات بادل موجودة حاضنات الاعمال افضل مكان ممكن تبدأ في مشروعك حاضنات الاعمال انت شخص محبوب لو انك قدمت مشروعك على حاضنة اعمال وقبلك لان حاضنة الاعمال توفر لك المكان توفر لك المعرفة توفر لك كل شيء وانت تفرق فقط لي تركيز مشروعك وصول العميل زي ما قلنا لابد يكون في وصول العميل لازم تعرف كيف توصل العميل كيف توصل العميل لازم انتو تروحوا لوين مكان العميل لوين مكان العميل بالضبط توصل له بشكل جيد تمام؟ ايضا البداية الرشيقة لا تبدأ بشكل متسرد لا تبقى فلوس كثير لا تقترض هذا اهم شيء لا تقترض لا تقترض لاجي مشروعك حاول بقدر المستطاع انك تنصرك على الاقتراض بقدر المستطاع لانه انت ما تدري اشي يصير معك في المستقبل التوقيت تطرح المشروع ايضا مهم لا تتوقع انك اذا طرحت مشروعك مثلا ممكن تطرح مشروعك في ظل اوضاع اقتصادية مثلا صعبة مثلا وبالتالي مشروعك هذا يحتاج إلى يعني مثلا طرحت مشروع مثلا ترفيه مثلا اسميه مثال والناس عندها اولويات قلت لك حبيبي انا انا مشيوله مني مثلا بدلات ولا مشيوله مني كذا انا الان يدوب ايش اركز على الاساسيات قلت ترفيه وهذا بعديه صحيح فبالتالي يازم توقيتك يكون توقيت مناسب لطرح المشروع لا تحتفل قبل النجاح يعني لا تعتقد تجي تنظر على الناس يقول والله انا وصلت وتسوي حاضرات ومهتمرات وتجد عن مشروعك والناس عارف ان مشروعك هذا ما زال فيه تعثرات كثيرة بالتالي لا تحتفل قبل النجاح لان هذا يؤد الفكرة يؤد مشروعك حتى يؤد كموحك والتحدي داخلك احضر وادي الموت هل يعني بادي الموت؟ لا والله ما انا عرفه ولا انا قد اعرفه الاسم بكذا بجع لكن لكن المعنى المعنى تفق عن الفكرة لما حطوها الديت فالي بمعنى انهم يعني يبغون يعملون الترك هذي من الناس في احد سمع بالمفهوم هذا؟ طيب وهذه الموت يقول لك دائما المشاريع اول انت ما تجي تسوي مشروعك ماذا يجي فيك؟ ماذا هو؟ حماس؟ صح ولا؟ الناس كلهم حولك وفي ناس يتقوم فيه وفيه كذا لكن بعدين بعد الاطلاق تبدأ تدخل في منطقة ان تقول مش السهلة كل اللي بنيته انا صار رهم ها؟ الانخفاض بين القمتين هو المعنى نعم الانخفاض بين القمتين هو نعم هو بين القمتين معنى مطيف جدا يا بيت هو الانخفاض بين القمتين بمعنى انت الان موجود في قمة التخطيط وقمة نشوة المشروع ويجب انك تجتاز هذا الوادي حتى تصل الى قمة الثبات في المشروع استقرار مشروعك وغالبا هذا يجي مثل في بدايات المشروع تسعين بالمئة من المشاريع تطرع بالوادي هذا ان يسمونه وادي الموت بمعنى ان المشروع حدك ما بعد وصل الى مرحلة الاستقرار ما بعد وصل الى مرحلة الثلاث العملية التشغيلية عندك ما دارت دورة كاملة فيبدأ في تذكروني يوم اقول لكم موضوع التخطيط وانك ترجع يجواجهك مشكلة لمن ترجع عن موضوع التخطيط وادي الموت انت ما ترجع للتخطيط انت ترجع مردان ترجع على طول على الباب تروح لهذا للهاوي على طول البعيد لكن القصد انه هذا وادي الموت هو اصعب مرحلة في المشاريع دائما كيف تتجاوزها؟ تتجاوزها بقضية انك ما تكون ممدفع تماما تكون حذر تكون حذر عينك دائما على الفرص وعين اخرى على التهديدات والمخاطر وبالتالي حتى تستطيع انك تتجاوز هذه المرحلة بسهولة ممكن نقول مهندس سعيد انه هو الوادي هذا هو عبارة عن مثلا خسارة في المشروع مثلا مش خسارة لا عرفت هو يكون خسارة في البداية بس انها تتحس انك تقدر لا خلني نقول هو المرحلة الصدمة اللي تجيك في المشروع الصدمة ما بين حلم التخطيط ووردية التخطيط تمام؟ يعني على سبيل المثال الناس هذول مثلا حقين نعنات على سبيل المثال مع انه المفروض انه ما اسمي بالمسميات موجودة لكن خلني نقول مثلا على سبيل المثال لو انه مثلا على سبيل المثال اول ما نزلوا الجوال هذا اللي هو من خلاله يبونوا يكتسون العملة وجدوا بانه ما فيه ولا عميل ولا حد يتصر عليهم والناس كله مش ما هدلقاء خلاص الناس مكتفين وعجبهم وضع اللي يوصلون على البقرات وش يصير للمشروع يطلع اذا استسلم يوادي الموت ما يحسد من المشروع على طول مباشرة ايش يقول يا الله فكرة هاي اصلا غبية والفكرة هاي اصلا ما جيب الموت تدري تركنا المشروع هذا لكن الصح الصح انه كنت لا انه كنت تصبر على المشروع وتغير التكنيك طيب ممكن انه رقم جوالك هذا ما كان يدار بطريقة صحيحة الناس اللي كانت ترد على الجوال مثلا ما كانت ترد بالطريقة الصحيحة كان عندك مشكلة في التشغيل تمام جرب مثلا شي ثاني جرب مثلا ايش ممكن جرب انك مثلا عن طريقة البقالات نفسها يعني تروح عند البقالات نفسها وتقول انا خدمة توصيل اذا جاكم ناس يبون توصيل بدل ما تخلي العمال عندك يروحين وصولهم تعطهم الرقم هذا ونعطيك نسبة يا البقالة وش صار الآن انت غيرت من اسلوبك اللي انت بتتعامل فيه مع المشروع غيرت يسمونه نموذج العمل هذا اللي يقول لكم لا تنسونه اللي هو نموذج العمل ليش يسمونه نموذج العمل الابتكاري هذه الاسئلة لازم نجاوب عليها لازم تعب المربعات هذه واضح المربعات لكم يا اخوان اي واضح المربعات هذه المربع لأول شريحة العمل لازم تعرف من هو عميلك من عميلك هذا منه هل عميلك الاصحاب الدخل المحدود هل الطبقة خلنا نقوله الغلية الميسورة هل الطبقة الصغيرة هل هم اصحاب الهل هل انت بتبيع بي تو بي بزنس تو بزنس انت ماذا تقول لا انا ما بشتغل مع الناس الفرادة انا بشتغل مع البقالات انا بشتغل مع الشركات انا قدم كنن مثلا انا بيع مثلا زي واحدة من الاخوات كان عندها مشروع مثلا مشروع صناعة اللي هي تصميم الازياء الخاصة بالأعمال يعني الشركات عادة يكون عندهم زي موحدة تمام ففي المصانع بالذات والاشياء هذه فقالت انا اصمم لكم نمارج ابتكارية نعم من فوق كده ابتكاري لهذا وبدلت تبيع عالمين من عملاها الان عملاها المصانع هي ما تتعامل مع مع عامل فاتحة محل وتبيع تفصل ملابس لا هي تبيع على الشركات هذا اللي هي يسميها شريحة شريحة العملاء وايضا اللي يسمونه العلاقات مع العميل كيف تبني علاقتك مع العميل ايش القيم المقترحة وشي القيم الاساسي للان جاي على شأنها لازم تعلم بالضبط وشي القيم الاساسي للان جاي على شأنها وانش في الرئيسي ايش بشي بيستتسوي مثلا هالو تطليق هالو ابناء ايش الشراكات اللي عندك هذه الأسئلة كل اللي لازم نجاوب عليها وأهم أسئلة من فين بيجيك الإرادات ومش بتصرف؟ يعني مش بتصرف من فين بيجيك؟ تمام؟ رواتب، إيجار، نت، ندري إيش طيب؟ آخر شيء توصيات عملية دائما يا أخوان أول حاجة نقولها دائما لغاية الأعمال استعم بالله إذا الله سبحانه وتعالى رأى منك نية طيبة ورأى منك أنك أنت نيتك صادقة لأجل أغناء نفسك والأجل أنك تقدم شيء مفيد والأجل أنك يعني يكون عندك دخل بالحلال فبين الله سبحانه وتعالى الله يفتح لك أهواب أهواب الخير لا تستعجل دائما دائما لا تستعجل يعني عندك صبر عندك حلم وعندك تعلم مستمر اقرأ وكوم مجتمعات اهتمام لا بد أنك تقرأ وتكوم مجتمعات اهتمام مجتمعات اهتمام يعني أنت الآن تشتغل في التطبيقات لازم على الأقل نسخوا إياك وكونوا من حقين تطبيقات نعم واضح واضح نعم إذا أنت والله تقول والله مثلا أنا أسوي مثلا مثلا أشياء ملابس تفصيل لابد أن يكون نصر ملابس لتعرفهم يا خياط يا مصمم يا أزياء يا من هالقبيل لازم تكونيش المجتمع الاهتمام الخاص في كذول هم أكبر مصدر للتعلم أيضا لا تيأس ممكن تفشل طبيعي جدا نكتب شل لكن نرجع مرة هانية ولازم يكون عندك الطاقة لك ترجع مرة هانية وقدرة لك ترجع مرة هانية كتب ممتازة أنا أصح فيها أهم الكتاب له هذا الكتاب صراحة أنا أتمنى أنه إحنا بنختم فليت الجميع يأكد أنه سامعني والأمور كويسة هل الجميع يسمعني بشكل كويس؟ طيب على سبيل المثال هذا الكتاب 84 نصيحة عملية لنبدأ بمشروع ريادي ناجح أنصح كل الرياديين أو حتى المهتمين بالإدارة على فكرة هذا كتاب قيم إداريا ومن أكثر الكتب مبيع أنا الظاهر واصل الآن طبعا مدري كم ينفد في السوق مباشرة طيح ما يطول في السوق من جبل عمان مرة كتاب قيم أنصح فيه بشكل قوي كذلك كذلك أنصح بكتاب ثاني اسمه هو الحقيقة بالإنجليزي بس أنا أنصح فيه لأنه حتلقونه حتلقونه لو تدخلوا على اليوتيوب تلقونه الشخص هذا الشاب هذا اللي ماسك الدولار هذا اسمه علي علي أحمد أو شيء هذا يترجم أبوك ترجم كتب يلخصها مترجمة فتلقونه لو تكتب كذا شركة ناشئة كتاب شركة ناشئة كتاب شركة ناشئة أو شركة ناشئة 200 دولار تلقونه مرة مفيدة شخص هذا أنا أنصح حتى الإشتراك في قناته جدا جدا ممتاز قناة اسمه علي وكتابه مرة جميلة الشخص هذا وصراحة أنا دائما أستمع عليه حتى في مشاورنا حلنا في الرياض مشاور قويلة خمس أور بعين دقيقية فأحاول دائما أسمع المقاطع المفيدة كتاب آخر أنا صراحة ما قرأته لكل كثير كثير يتني عليه اسمه خرافة ريادة الأعمال خرافة ريادة الأعمال لماذا لا تنجح معظم المشروعات الصغيرة ومن عمل حيال ذلك لكن كل من التقيته ومن المهتمين نصحني هذا من الكتب العربية كل من الكتب الإجنزية أيضا هذا الكتاب هذا الكتاب أيضا كتاب كبير جدا يمكن حوالي 300 صفحة أو 350 صفحة لكنه كتاب يشبع كامل العمليات الخاصة الأعمال اللي هي الأعمال المنظمة وأعمال الشركات الناشئة كيف إدارة الدفوقات المالية كيف تدير كيف يكون عندك اللي هي أيضا الموارد البشرية كل الأشياء هذه مزيدة في هذا الكتاب وأنا أشوف الكتاب إنتني هنا اسمه واضح The Business Book يعني أشوف من الكتب الحقيقة ثرية جدا أنا حاطته عندي هنا بالمكتب يوميا لازم أن أقرأ منه على الأقل شيء 3-4 صفحات هذا تقريبا أبرز الأشياء شكرا لكم شكرا لوقتكم وأشكر أخي الحبيب الأستاذ محمد الجار الله على هذه الفرصة والحقيقة سعيد بالتواصل تجربة أولى بالنسبة لي تجربة أولا أن أقدم محاضرها عن طريق أولاين طلبت من الرواق أن أقدم شيء لكن للأسف يعني دائما أعدهم وأخلف لكن لأن الرواق تحتاج إلى يعني يعني تحتاج كورس لفترة طويلة وبالتالي لازم تجهز الكورس وتصوير عندك يكون يعني في أوقات متعددة وهذا ما لا أعملكم شكرا لكم شكرا للاكم وتحملكم هذه الدقائق وإنما كانت كنت تقطع ونخلص الساعة لكن ساعة ونصص صحابتنا شكرا لكم الله أعطيك العهد مهند السعيد وحقيقة أعتقد أنه هناك أسئلة من الزملاء والزميلات اللي حاضرين معنا ممكن أنا برضو عندي أسئلة أنا ما بأ أطول معك الأسئلة ولكن أريد أن نأخذ سئلة الحاضرين والحاضرات اللي معنا موجود على الشات لو تجاوب عليها بعضها في سؤال بس نعم نعم طيب طيب هنأجي على هنبدأ من طيب العفو يا أخوان كل من قرش شكرا لنعفو ممكن سؤال أما طالب إدارة أعمال بعد التخرج هل مصنعنا إداري أعمال له لبس نعنا ريادة أعمال إذا قدمت نفس الحاضنة أو مؤنسسة يعني أقدني أقولك على شيء لا تهتم بالمسميات المسميات دائما مش مهمة المهم ما الذي ولا مواقع هذا كده ما الذي تعرفينه وتملكينه من مهارات في إدارة الأعمال يضلفك أو سواءً بيستكبر معك لو أنك راديت أعمال إيش الأشياء اللي لديك أدوات إقناع بأنه فعلاً يعني يتقليد يضعك في منظمته أو في شرفته أو يستكبر معك هذا هو السؤال اللي ينبغي النسأله أنا دائما ما أختبع المسميات أنا دائما أحضر شهادات أحضر دورات ما أقول والله في شهادة عليه ولا ما فيه أبداً أهم شيء أركز في المعرفة العيالي يطلعون الصبح أو الصيوم أقول آآ بابا وانطالع لا تحرص على موضوع الدرجات أو موضوع بالذات عندي عثمان في المتوسط فأقول فأقول لا تحرص على موضوع الدرجات المعنى لا تحرص إنو الله أستاذ يعطيني درجة ما يعطيني درجة لا أحرص على المعرفة إذا حرصت على المعرفة الدرجات تجيك تباها كذلك الاختراف إذا حصلت على المعرفة وحصلت على المعلومة وحرصت على أن يكون فعلاً لديك مهارات خاصة مباشرة البزنس والأعمال والمسميات تأتي إليك طيب شكراً جزيلاً العفو المحاضرة هل تعتبر واد الموت هل نعتبر واد الموت مرحلة انتقالية ممكن تجاوزها وأنت جيداً عن أكيد مو واد الموت مو معناته خلاصة من قدر وأنه لازم يموت فيه لا لا القصد القصد من واد الموت هو محق مرحلة الخطط يعني خلك منتبين من أول ما عنده مشروعك تراك دخلت في واد الموت ممكن تعدي وممكن ممكن تعدي تروح إلى القمة الثانية ممكن تبقى في الوادي ولا فأطلع وبالتالي تموت هذه هي ذكرة واد الموت هو مرحلة انتقالية نعم لمن يعني أنت لما يقولك أنت تراك مقبل على خطط انتبه تلاقي أنك كل عصابك وتفكيرك وكذا في الموضوع هذا لكن لما تأخذ الموضوع بلا مبالاة طبيعاً أنك راح تقع لكن إذا خذت الموضوع بحقه وعطيته اهتمام لا بذل إذا راح تتجاوز وفي كثير من الناس تتجاوز أنا طالب هندسة بغلت تعطيني أو تكرمت فكرة عن بيم بي على الدورات ممكن تتواصل معي أخوي سعود على الموضوع على بيم بي لأن الموضوع يطول عليه ولا نبغل يعني نحور الموضوع على أنه يكون بيم بي بيم بي هي فكرتها هي منهجية الإدارة المشاهدة أنت في معينة طالب هندسة لابد لابد نتأخذ ال بيم بي أخذها كدورة وده بعدين مستقبلاً إذا يلغطك بيم بي كويسة وكده وكشار عندك خبرة وعن بيم بي يشتغلون لازم يكون عندك ثلاث سنوات خبرة مالية بعد ما تنتهي من الدراسة لابد لكون بعد الباكوليوس سنتين تقريباً أو ثلاث سنوات مهم جداً منك أنك تأخذ ال بيم بي فهي دورة لإدارة المشاريع فيها عشر مجالات وفيها كل الأشياء اللي تتقاطعاً في المشروع تمر عليها التخطيط الإدارة المالية إدارة الجودة، إدارة المخاطئ، إدارة المشتريات، إدارة أصحاب المصلحة الإبصالات، كل الأشياء اللي تمر فيهم طيب مهند السعيد فيه البعض من اللي عندهم أفكار ويبعون يفتحون مشاريع سواء بدأوا في موضوعها يعني يخافون من موضوع المنافسة يعني يقول أنا في عندي يعني هوامير في السوق يعني مثلاً واحد يبغي يفتح مثلاً تطبيق يعمل سوي تطبيق مثلاً توصيل مثلاً يقول فيه تطبيقات الآن موجودة ومشهورة كيف أستطيع يعني هل بحصل لي يعني جزء من السوق هذا اللي محتكرة المنافسية من الكبار؟ دعني أقول شيء يجب أنك توجد لك مكان في السوق تمام؟ طيب كيف أوجد لي مكان في السوق؟ ممكن أنك أنت مثلاً على سبيل المثال تخفق السعر مثلاً أو تقدم عروب خاصة مثلاً ممكن أنت تنافس كريم أنا أقول لك أنت الآن ممكن أنا وياك يا محمد نجي نشتبر على المشروع والنافس كريم كيف؟ يا إما أننا على سبيل المثال نوفر مثلاً كبات معينين مثلاً من جنسية معينة مثلاً لا سبيل المثال ولا أقول والله مثلاً أنا بوفر سيارات معينة يحبها العملاء خلاص؟ أو الأسعار ممتازة يا مريم الأسعار مثلاً ممكن تكون مقفرة أنا في الكريم مثلاً يوصل المشروع بـ 15 أنا اللي أوصل المشروع بـ 12 مثلاً على سبيل المثال أبدأ هنا أكون قاعدته قاعدة عملة أو مثلاً أعطي العميل قيمة مبامة أعطيه هنا مثلاً قيمة معينة مثلاً أقول له والله مثلاً أشوف أي كبتن نقال نسمي كنتبيقنا مثلاً واصل مثلاً وأقول والله أي مشوار في واصل أنت بعد المشوار تأخذ مثلاً قيمة معينة مثلاً هدية مثلاً معينة من الكبتن مباشرة مثلاً فأنت الآن شو سويت؟ يا أنك قدمت قيمة يا أنك خططت في السعر أما منك بديت تنافس في البداية ما رح تنافسه الكبار طرح يعني الكبار وما رح يشعب فيك يعني ممكن أنت الآن تقول يعني مثلاً الضبابة أو نحلة واقفة على شجرة وتقول للشجرة يا شجرة أنا واقفة عليك انتبهي ترى أنا ممكن أؤثر عليك الشجرة تتطالع بي تقول أصلاً ما حسيت فيك أصلاً أنت ولا شيء فأحياناً أحياناً يكون الموضوع فعلاً مريم الشركات الكبرى تكسب سمعة ووثيطها تعملها لكن أنت لازم تشتغل على شريحة السزيرة هل تشتغل على شريحة صغيرة ممكن هذا الشريحة ما تكونوا توصل للشركات الكبيرة مثلاً مثلاً بالتالي في شيء في البيزنس يسمونه شركات البيت شركات البيت يعني سميدات ناس شركة ناس الآن أول ما دخلت تعرفون ناس ناس وكان فيه ناس وكان فيه سمن صحيح؟ صحيح ناس كانت جاية عشان الناس اللي ما يقدرون يركبون في الخطوة السعودية هم تأخذهم بس يعني الناس اللي ما تقدر تركب في الخطوة السعودية بكتيرين يعني تجي صارة المطار مثلاً أنا بدلات مطاركم عندكم مطار أبهى يعني عالم دائم تلقى مثلاً مطار مثلاً أبهى أبهى الرياض مثلاً دائم الرئلات هذه دائمًا فيها المشاكل في الصيف بالذات أبهى الرياض تلقى مثلاً الناس مثلاً فما يقدر جاءت الناس ومسكت الشريعين الآن هل هي تنافس السعودية الآن؟ ما في مقارنة صحيح لا صحيح لكنها استطاعت أن تصنع سوق خاص فيها طيب اتفضل في سؤال برضو يقول هل لحظت ظاهرة تخوي بيت يقول هل لحظت ظاهرة إلى أنه إذا فتح محل اليوم ما كانه بعده بسبة حصة جنب وكذا محل صحيح موجود هل هذا الظاهرة طبيعية أو صوت الخطيط بدون دراسة شو؟ اللي يفتح محل فقط لأنه هذا الشخص يعني أو في سلسلة محلات موجودة هذا يتحسس قويهم ترى ترى ممكن يطلع من السوق بسهولة الظاهرة هذه بالنسبة لنا كعملة طبيعية لأن هذا ظاهرة شكل من أشياء التنافس تمام؟ لكن بالنسبة لك أنت كريادة أعمال لا تفتح مشروع لا تفتح مشروع إلا فيه عملة بغض النظر على التنافس الآن المنافسة كلام هذا الآن إني أنا 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 أنافس هذه مرحلة ثانية أنت الآن أضمن هل فيه عميل ولا ما فيه عميل تمام؟ إذا فيه عميل والعميل ده فاحب أنا أقول للتعال أنا كيف أخلي هذا يجيني ما يجي عنده ما يجي عنده يعني مثلاً هذا في المدينة في المدينة في المسجد جنب المسجد النبوي تمام؟ في البيك نعرف البيك صح؟ نعم معروف ملك المطاعم السريع تمام؟ جنب البيك جنب البيك فيه محل يقدم نفس ويجبات البيك سنده اشتاد جسمه مسحب ودجاج مسحب ودجاج بروسترد ومدر إيش لكنه بجودة إيش؟ بجودة أقل هو ينعب على الزبائمين هو يأخذ من الزبائمين يأخذ من الناس اللي يشوفون الطابور طويل في البيك ويجيون عندك بس جميل تمام؟ إذن ممكن الرائد الأعمال يلعب على موضوع الشريحة برضو المستهدفة يعني يمكن يبقى هذا بشيء هذا بشيء يا شيخ لما جاء يألفون كتاب اللي هو اللي عرضت لكم اللي هي الشريحة هذه اللي فيها تسعة الربعات اللي فيها شريحة العمل وكلب أول شيء لأنك لازم تعرف عميلك عميلك من هو؟ أنت بتبقى عالمين بالضبط لا تدفهم السؤال ذا إذا ما يدرت الجواب على السؤال هذا طبيعي راح تواجه مشاكل مو بش تقول والله مثلا شريحة عملائي المعلمات المعلمات هذه هذا مو شريحة لازم ننمي بالضبط مثلا من المعلمات تقول والله مثلا المعلمات اللي ما عندهم أحد يوصيهم مثلا المعلمات إني كده 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 إني عندهم كده 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 ها نشتبه على هذا المعلمات غيب كده خلاص باقي حد عنده أي سؤال لأخوات اللي حاضرين معنا الليلة في حد عنده سؤال عن طريق الشات أو نختم أمسيتنا رائعة مع المهند السعيد جميل جميل أمسيتنا في جامعة ملك خالد حياك الله طبعا هما ذكر بالنسبة للأخوة والأخوات اللي حاضرين معنا اليوم أعتقد أنه نسبة كبيرة منهم رواد أعمال هو يدل لهم على أنه في عندنا حاضرة ومسارعة أعمال اسمها بادر وتقع في الغرفة التجارية ويقدمون دعم لكن أعتقد الدعم اللي قدمونا في مجال المشاريع التقنية أنا ما أعتقد صحيح مهند السعيد صحيح صحيح ما دل أخذ المشاريع بالتقنية وتحاول تحفز الناس على المشاريع التقنية طبعا هو ما هو شرط أنه يكون مشروع تقني بحث يعني هذا اللي فهمته أنه يكون فيه شيء جزء منه تقنية حتى يعني مثلا حتى لو أنت فتعت مطعم مثلا ممكن يكون في عندك جانب تقني في المطعم مثلا توصيل أو تطبيق على الجوال للمطعم فممكن يدعموه في الموضوع هذا صحيح هو بس فيه سؤال عند الاختراف تقول هل يعتبر التمويل من الحاضنة نوع من الدين طبعا هم الحاضنة يعني تختلف الحاضنات بعض الحاضنات مثلا اللي يكون فيها والحاضنة هي عبارة عن همزة وصل ما بين ريادة الأعمال وما بين مجتمع الأعمال والاستثمار فبعض الحاضنات مثلا تصرف على الريادة مثلا فترة بقاءه في الحاضنة تطهراته معين مثلا عشان يلين ينجح مشروعه ويكبر ويصير له قيمة تمام؟ إذا صاب له قيمة تبدأ الحاضنة يا أما أنها تستثمر معه يعني هي تدفع مثلا تقولوا له مثلا طيق الآن خلاص تأكدنا أن مشروعك كويس ونقول لك تمام طيب ندفع لك مثلا حصتنا حنا 20% مثلا ونجيب لك مستثمر حنا في علاقاتنا مثلا نجيب لك مستثمر ياخد 30% وانت لك 50% تقبل تقبل يلا نوقع الموضوع ونبدأ نطلق فما هو نوع من الدين هو نوع من الشراكة أكثر مما هو يعني دين إيش الفرق بين حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال؟ الحاضنة أطول في الوقت المسرعة غالبا في فترة قصيرة يعني هم نسمونها مسرعة لأن هذا الـ معنى أنه حاضنة أعمال بزنس أكسلوريتور يعني فترة محددة مثلا من ستة شهور ويطلع فيها ضبط كبير جدا ريادي لن يطلع المنتج فالأعمال اللي تتسوى في سنتين تتسوى في ستة شهور الحاضنة لا أكبر في المدة أطول شوي أنفس فيها فرص للتحديد فيها فرص للكذا غالبا الناس وصار فيه الآن شيء بينهم بين الحاضنة والمسرعة بمدة سنة وفيه أعمال داخلية مختلفة فهي أعمالية في المدة الفرق في المدة والفرق في البروسيس الداخلي أو الإجراءات الداخلية لإدارة العمل أو تعامل الحاضنة أو المقر هذا سمع الحاضر أو مسرع مع الريادي إذا في توجيه لكم عن الجهات الحكومية التي تدعم رواد الأعمال أنا أنصف دائماً أشوف الجهات كثيرة صراحة فيه صندوق المئوية الآن والله ما أدري ما وضعه الآن سمعته أنه يعني واجه تعطارات وكذا فيه صندوق اللي هي فيه بعض الغرف التجارية تسوى مبادرات لشباب الريادي الأعمال بس والله ما أدري إيش وضعها لكن سمعتني فيه فيه لجان الآن طالع اسمه لجان شباب الأعمال أحياناً يسوون استثمارات صناديق استثمارية مثل الحاضنات والمسرعات أيضاً فيه اللي هو البنك التنمية الاجتماعي بنك التنمية الاجتماعية تتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عنده قروض صغيرة متناهية الصغر الجمعيات الخيرية بعض الجمعيات الخيرية تتعطي أطروف مشاريع لكن من كل الجمعيات إذا كانت الجمعيات متطورة يكون عندها التفكير هذا بعض البنوك التجارية بعض البنوك التجارية إذا عندك ضمارات مثلاً إذا عندك أرض مثلاً ممكن ترانعة ممكن تحصل على تمويل مقابل المشروع يعني فيه حلول تنمية معينة ممكن إن الواحد يستطيع لكن الجمعات الحكومية حقيقة في الفترة الحالية صارت مش كثيرة زي هو صندوق الصناعي أعلن قبل الفترة صندوق الصناعي بالذات اللي يسوي مشاريعها صناعيين أعلن قبل الفترة استراتيجية الجديدة في التنمية في الأشياء بس تشرباتهم شوي طويلة وتحتاج لك إلى مكتب استشاري يكون معك عشان ينضج معك دراسة الجدوة الخاصة بالمشروع منشآت؟ منشآت بس منشآت في التنويل هم في الإرشاد والاستشارات أكثر منهم في التنويل في عندهم تنويل بس ما أدري الآن هم يترانيهم فتنتهم أكثر تحفيز الشركات الموجودة القاحبة أكثر عندهم موضوع الإرشاد ولا بعد أن رجعني حتى جربت العمل معهم فيه ربكة شوي فترة حالية لكن أتوقع مستقبلاً لسوين شغل كبير أتوقع جميل في بعض المنصات أعتقد الآن موجودة الإلكترونية أعتقد ماند السعيد زي 19 وهذه ممكن هل هي تعتبر حاضنات ولا مسرعات؟ ممكن تعتبر مجتمع اهتمام أكثر منه تتنزل عليها بشكل كبير جميل طيب الأخوة والأخوات باقي أحد عنده أي سؤال أي استفسار قبل ما نختم طيب شكراً المهندس سعيد على هذه الإضافات وهذه المعلومات وهذه الإستشارات الجميلة والقيمة التي أفدتنا بها والأخوة والأخوات الحاضرين أعتقد أنه استفادوا استفادة كبيرة من هذا اللقاء ومن هذه الأمسية الجميلة المتخصصة في ريادة الأعمال في إدارة المشاريع بشكل عام نشكر لك شكراً عظيماً على هذا لأن تحت لنا هذه الفرصة وشاركت معنا في هذه المساهمة المعرفية الله أكبر العافية هو برضو نتقدم بالشكر لجميع الأخوة والأخوات اللي حاضرين معنا من جميع أنحاء المملكة يعني حتى بعضهم ممكن أن أتوقعين من خارج المملكة يعني نحن عندنا بعض الإحصائيات ما شاء الله أنا شفت اليوم عملت إحصائية للندوات السابقة اللي نحن عملناها في الفترة الماضية فوجدت ناس حاضرين من أمريكا، من كندا، من أستراليا من فلسطين، من مصر، من الإمارات، من كويت يعني ما شاء الله يعني فيه تعدة مفهوم وهذا النجاح لشغلكم يا أخي محمد هل تقدمون جميل وأنا بصراحة يعني من كتير مرة علي أنه في عمادة التعليم الأكتروني النشيطة بمثل هذا الجانب لأنه بالعادة عمادة التعليم الأكتروني تكون مغلقة داخلية لكن إن كوني أنا قدم المعرفة من الخارج للجامعة فهذا فكرة مرة رائعة وهنيك عليها وهني العمادة عليها وبرضو بدوري أشكر الإخوة والأخوات اللي يعني بقوا معنا لفترة لهذه وأتمنى إن شاء الله أن أنا قدمت ما يفيد وأسعد بالتواصل على وسائل التواصل اللي تشوفونه قدامكم وأرزاكم الله خير وبرك الله فيكم شكراً لك يا ماند السعيد شكراً حبيباً شكراً نستودعكم الله جميعاً على أمل اللقاء بكم في لقاءات قادمة وندمات أخرى بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم اشتركوا في القناة